صراط القيام عذاب كرام الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بارك يوم الدين إياك نعبد وإياك السمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضور عليهم ولا الضالين أمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أمين ذلك الكتاب لا عيب فيه خذل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناه ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم ينفقون إن الذين كفروا سواق عليهم أأنذرتهم أم لم تنفقهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمبهم وعلى أبصارهم رشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم آخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أن أمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا يقل الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ به ويمتهم في طريانه يحمدون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي سوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يوصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو تصيبهم من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصوالح حد والبوت الله محيط بالكافرين لكاد البق يخطب أبصاهم كلما أضاء لهم بشو فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذاب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي قلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء دلاء وأنزل من السماء ما فأخرج به من الثموات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنزالا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما لزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة بعدت من كافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنهم جنات تجي من تحتها الأنهار كلما أرزقوا منها من دمرة الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وعطوا به متشابها ولهم فيها أزواج مقهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يطلب متأما بعضة فما فوقنا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنهم الحقوا من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد نتاقه ويقطعون ما أمر الله به أن ينوصل ويفسدون في الأرض أمائكهم الخاسرون أي فتكهون في الله وكنكم أمواتا فأحناكم ثم يريتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم سواهن السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للمناخك إني جاعل في الأرض قريفة قالوا أتجعل فيها من نبسد فيها ويسلك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلما كم عظم على المناخك فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إن كنت العلم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسماءهم فلما أنبئهم بأسماءهم قال ألم فقلنكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم ذكرون وإذ قلنا للمنائك تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبن سابا واستغفر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اخن أنت وزوجك الجنة وتلا منها رغدا حيث تحتها ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهم الشيطان عنا فأخرجهما مما كانا فيه وقلن اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتار إلهين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلن اهبطوا منها جميعا فإما يأتمنكم من هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحسنون والذين شكروا وجذبوا بآياتنا أولئك أصحابنا أعطكم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتني التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياك ترهمون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تقولوا أول كافرين بك ولا تشكروا بآياتي ثمنا قليلا وإياك تتكون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكلموا الحق وأنتم تعلمون وأقيلوا الصلاة وآتوا السكاة واركعوا مع الراكين فتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا ترقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكثيرة إلا على الفاشرين الذين يظنون أنهم علاقوا ربهم وأنهم إلىه يراجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبلوا منها شباعة ولا يأخذوا منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آي فرعون يسهمونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحلون لساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأقرقنا آي فرعون وأنتم تنقرون وإذ راعد موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعنكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعنكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم في اتخاذكم منجل فتوبوا إلى بائيكم فقتلوا أنفسكم ذلك خير لكم عند بائيكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى فلنؤيا لك حتى نرى الله جهرة تأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون ثم أبعثناكم من بعد موتكم لعنكم تشكرون وضللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المهن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسكم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم غردا ودخلوا الباب سجدا وكلوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رهزا من السماء بما كانوا يكسقون وإذ قلتم يا موسى لقومه فقل نقرب لعصاك الحجرة فانفجرت منه ثلاثة عشرة علا ودعلم كل ناس مشعبهم كلوا واشعبوا من رزق الله ولا تحتوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدعنا ربك فدعنا ربك يخرج لنا منا دنبت الأرض من بطلها وقتلها وثومها وعدسها وبطلها وآية السددمون النبي هو أدنى بالنبي هو طيب اذبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضيبت عليهم الدلة والمسكنة وباءوا بأضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويكتبون النبي بغير الحق ذلك بما أصروا وكانوا يعتنون إن الذين آمنوا والذين هادوا النصرى والصار إن من آمن في الله واليوم الآخر وعمل صالحا فأهم أجرهم عند ربهم فأهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون وإذ أخذنا ميثاقكم وربعنا فوقكمكم وخذوا ما آتيناكم بكبة واذكروا ما فيه معلكم تتكون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا تضلوا الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذي اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قراءة خاسرين فجعلناها نتالة لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال مشاري قومه إن الله يحمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دعونا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا ثارد ولا بطر عوال بين ذلك أفعلوا ما تؤمرون قالوا دعونا ربك يبين لنا ما لولها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاطع لولها تسر الناظرين قالوا دعونا ربك يبين لنا ماهي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة ناظرون تثير القرض ولا تسر الحظة مسلمة الناشية فيها قالوا الآن جبت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكلمون فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيناه الموتى ويريكم آياته لعنكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشطط فيقول منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل من ما تعملون أفتقمعون أن يؤمنونكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحذفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقل الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحذفون به من دربكم أفلا تعقدون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يتعون وما يعلمون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا آماني وإنهم إلا يطلون فغيروا للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ماذا من عند الله ليشتروا به ثبرا قليلا فغيروا لهم مما كتبت أيديهم وغيروا لهم مما يكسبون فقالوا من تمسنا النار إلا أياما معلولة قل أتحدثون من الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون فلا من كسب سيئة وأحاطت به قضي أتوه فهناك أصحاب النار كن فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة كن فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبرون إلا الله وبالوالدين إحسانا وللقربى واليتامى والمساكين وللقربى واليتامى والمساكين وكونوا للناس حسنا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرفون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسكتون دماءكم ولا تخيطون أنكسكم من دياركم ثم أقرأتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تضاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا تفادوكم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتدفعون ببعض فما جزاء من نفعل ذلك منكم إلا خسن في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغاقر عن ما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا بغ ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وغفينا من بعده برسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعظهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباعوا بغضب على غضب وللكافرين علام مهيم وإذا قيلاهم آمنوا بما أنزل الله قالوا مؤمنوا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لنا معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وعنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خلوما آتيناكم بطورة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله علموا بالظالمين ونتجد أنهم أحصى الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمروا الفسانة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصيرهم بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشراء المؤمنين من كان عدوا لله ومنائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ومقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يقفر بها إلا الفاسقون أَوَ كُلَّمَا عَادُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِلَّا الْقِلَاهِ مُصدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتاب كتاب الله وراء أرهوهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تسل الشياطين على ملك سليمان وما جفى سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب دهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتمتهم فلا تكر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المر وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترأوا ماله في الآخرة من خلاقه ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا أمرنا واسمعوا وللكافرين أعلاب أليم ما يود الذين كأوا من أهل الكتاب ولا المشيكين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو القضل العظيم ما ننزخ من آية أو ننزها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أن تريدون أن تسألوا وسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ربنا سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق تعفوا واصلقوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا مرهانكم إن كنتم صادقين بلا من أسلم وجهه من الله وهو محسن فله أجره عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن نلع مساجد الله أن يذكر فيها سوء وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فذن ودروا الله إن الله واسع عليهم وقالوا اتخذ الله ولنا سلحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بنيع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشارهت قلوبهم أجبينا الآيات لقوم يوقمون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولل تغضى عليك اليهود ولا النصار حتى تدع عملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من وليه ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك نؤمنون به فمن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الذي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسه شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفرها شفاعة ولا هم ينصون وإذ بتلا إرهيم أطوه بكرمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا يمال عهد الغالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعينا انطهر بيتها للطائفين والعاكفين والعاكفين وركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدنا منه وارجق أهله من التمرات وارجق أهله من التمرات من آمن منه بالله واليوم الآخر قال وما يجفر فأمتعه قليلا ثم أوطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وألنا مناسكنا وألنا مناسكنا وتوب علينا إنك أنت الدواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عني التي إبراهيم إلا من سبيه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يامني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو مصارا تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان لنا المشركين قولوا آمنا بإله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسفرط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحمله المسلمون فإن آمنوا بمثل ما آماتهم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإننا هم في شطاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صغرة الله ومن أحسن من الله صغرة ونحن له عابدون قل لتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباب كانوا هودا والأسباب كانوا هودا أو مصارا قل آلات أعلموا من الله ومن أعلم مما كتم شهادة فمعياده من الله ومن الله بغافر عما تعملون إذك أمة قل خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول الصفاء من الناس ما ولاكم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشيق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم ليتبعوا رسولا ممن ينقلب ممن ينقلب على عقبائي وإن كانت لك فيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لأوف رحيم قد نرى تقل دواجهك في السماء فلنولي أنك قبلة توضوها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطر وإن الذين أوسوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن سيزا الذين أوسوا الكتاب بكل آية ما تدعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما معنوهم بتابع قبلتهم ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آزيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما سكونوا يأتبكم الله جميعا إن الله على كل شميع وقردين ومن حيث قردت فولي وجهك شطر المسجر الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث قردت فولي وجهك شطر المسجر الحرام وحيث ما كنتم فولي وجهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ويؤديم نعمتي عليكم ولعلكم تهددون كما أرسل لكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويذكيكم ويعلمكم الكثاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أعلككم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصدر والصلاة إن الله مع الصادرين ولا تقولوا لمن يبتل في سبيل الله أموات بل أحياءه وماكر لا تشعون ولنبلوا عنكم بشيء من الخوف والجوع ورقصهم من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصادرين وبشر الصادرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صنوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والموت من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شافر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا الدواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهاد والكلف التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء مما إنفحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح وسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم بحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وعاءوا العذاب وتقطعت بهم الأسفاب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بسور والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه آباءنا أولو كان آباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يفتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صموبكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا قلوا من طيبات ما رزقناكم واشفروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدمى ولحم السنسير وما أهل به من غير الله فمن الطراء رباغ ولا عاد فلا إخم عليه إن الله أقول رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يعدون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يذكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الطلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شطاق بعيد ليس البر أندوا الوجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائرين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إلى عاهدون والصابرين في البحساء والضراء وحين البحس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحل والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فلا هو عذاب أليم ولكم في القصاص حياتي يأولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدئونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فتية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العزر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وحل لكم ليلة الصيام رفف إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتعوا ما كتب الله لكم وكلوا واشرفوا حتى يتبيع لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسوأ من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد إنك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطن وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأخلة قل هي مواقف للناس والحج وليس البر بأن تأكلوا بيوت من ظهرها ولكن البر من اتقى وأكلوا بيوت من أروابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أصردوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأدموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو بيأذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي أمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسكر الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتسودوا فإن خير الزاد أقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتعوا فضلا من ربكم فإذا أفرضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشار الحرام واذكرواه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذفكم آباءكم أو أشد لكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله وعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعرفك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام فإذا تولى سعى في الأرض ليرسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بطراء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السن كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن سللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يحديهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر فإلى الله ترجع الأمور سلبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبد النعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسحرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرجع من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومندرين وأنسل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزنزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ما لا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فلن والدين والأغربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يسألون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس فإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العافو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إسباح لهم خير فإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبتم مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم هناك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فأتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتظاهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم وقدموا لأنفسكم ودكوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حديم للذين يقلون من نسائهم أربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله وفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن في أنفسهن ثلاثة قروا ولا يحل لهن أن يقدن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن لله واليوم الآخر وبعولتهن أحق لعدهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والرشال عليهن دعجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله فإن خذتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحلوا من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرار لتعتدوه ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة عظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعظلوهن فلا تعظلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأظهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار موالدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أردى فصالا عن فراض منهما وتشاود فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستبدعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويبرون أزواجهن يتربصن في أنفسهن أربعة أشهر وعشر فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرقوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره على المقدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فمسه ما فرضتم إلا أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقربوا للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وأمور الله قالتين فإن خفتم فرجالا أو أكبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناء عليكم فيما فعلنا في أنفسهم من معروف والله عزيز حكيم وللمقلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أخياهم إن الله لدو قبل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلنوا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا تملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتزعتا من المال قال إن الله صفاه عليكم وزاده أسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم وبقية مما تركاب موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لا آية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل قالوت بالجنود قال إن الله مبتليك بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف قفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا قاقة لنا اليوم بجالو توجوده قال الذين يظنون أنهم ملابوا الله كم من فئة قليلة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برسوا رجالو توجوده قالوا ربنا أفرض علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جاروت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو قبل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفروا ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يقعد ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤذه حفظهما وهو العبي العظيم لا إكرار في الدين قد تبين بوشد من الغيب فمن يكفر بالطاروت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى لنفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاروت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آداه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفى والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لرفت قال لرفت يوما أو بعض يوم قال بل لرفت مئة عام فانظر إلى طعامك وشعابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نفسوها نحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أبني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليقمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل شبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا وأعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنادل في كل سنبلة نئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أدا والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبقلوا صدقاتكم بالمن والأذى والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثلهم أمثل صفوان عليه كواب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسروا والله لا يهدي قوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتقاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة برضوة أصابها وابل فأتتقل لها قعفين فإن لم يرسلها وابل قطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل استمراء وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طينات ما كسدتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمطوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم القبر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤذي الحكمة من يشاء ومن يؤذي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليه فهداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فإن أنفسكم وما تنفقوا لإلا بجغاء وجه إلا وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تبلمون إن فقراء الذين أحسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعكف تغذفهم بسيناهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والمهاء سرا وعلا لية فلهم أجرهم فلهم أجرهم من تربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون الذين يأتلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطوا شيطان للمس ذلك بأنهم قالوا إننا البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعرة من ربه فانتماف له ما سنف فأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحب الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفاء أثيم إن الذين آمنوا وعبلوا الصالحات وقاموا الصلاة وآته السكاة لهم أجرهم من دربهم لهم أجرهم من دربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وبروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحر من الله وعسوله فإن تردوا فلكم رؤوس أنوالكم لا تظلمون ولا تظلمون فإن جالدوا عسرة فنظرة إلى ميسرة فأنت صدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه يا الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجر مسمى فاتكبوا وليكتب بينكم كاذب بالعدل ولا يأبى كاذب أن يكتب كما علمه الله فليكتب واليمن الذي عليه الحق وأن يتق الله ربه ولا يخص منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيما أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمع فاليمن وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجوا مرادان من ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجره ذلكم أقسق عند الله وأقوموا من شفاكة وأجلاء أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار وكاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فإهالوا النقرورة فإن أري بعضكم بعضا فلنؤدل لكم لأمانته وليتقلناها ربا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آدم قلبه والله بما تعملون عليم إلاه ما في السماوات وما في الأرض وإن تردوا ما في أنفسكم أو تخفوض يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائفته وكتبه ورسله لا تفدق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفران كربنا وإليك المصير ما يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تآخرنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا قوة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات من أم الكتاب وأخر أشابهات أما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفسلة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزقوا قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف المعاد إن الذين كفروا لن تؤلي عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقولوا لا كدأ بآي فرعون والذين من قبلهم كدبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب كل الذين كفروا ستغلبون وتشعرون إلى جهنم ورئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين فئتين تقادر في سنوات سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليه برئي العين والله يؤيد بمصري من يشاء إن في ذلك أبنرة لأولي الأبصى زين للناس حب الشهوات من النساء والبليل والقناقير المقنطرة والقناقير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسوبة والأذعاب والحرس ذلك بتاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المهام قل أولبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربه الجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وأسواج مظهرة وإطلال من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقل عذاب النار الصابرين والصادقين والقالتين والمنفقين والمشتغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والمناهجة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ما مختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء أبو العلم بغيا بينهم ومن نكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوا فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقرددوا وإن تولوا فإنما عليك البداع والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك النبيين حفظت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم منه الناصرين ألم تغيب الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم ثم يتولى فريق منهم وهم معربون ذلك بأنهم قالوا أن تمسنا النار إلا أياما مقدودات وغربوا في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يغلمون قلناهم مالك الملك تغذل ملك من تشاء وتنزع الملك بمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولي الليل في النهار وتولي النهار في الليل وتخرج الحي إلى الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافر إلى أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تدقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدورهم أو تبدو يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بريدا ويحذركم الله نفسه والله رهوكم بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطير الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إن قالت وآت عمان رب إني نمرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السميع عليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنتا والله أعلم بما وضعت وليس ذكر كالأنتا وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وكريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقول حسن وأنبتها نباتا حسن وكفلها سكريا كلما دخل عليها سكريا لحوام وجدعنتها إسقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا سكريا ربه قال رب هدني منك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فلا تكو الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك في أحياء أن الله يبشرك في أحياء مصدقا بجرمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أن لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وأن رأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آية ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واتكر ربك كثيرا وسبح بمعشي والتبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهوك واصطفاك على لساء العالمين يا مريم قلتي ربك واسجدي واركعي ما راكرين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه وما كنت لديهم إذ يلقون أظلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يقتصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من مسبوه المسيح يسفل مريم وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وأهلا وبما الصالحين قال ترد أن لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسول إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية أني قد جئتكم بآية من ربهم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون قيرا بإذن الله وأبرئ الأجمم والأذر وصور أحيي الموتى بإذن الله فألبئكم بما تأكلوا وما تدخرون في بلودكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم نؤمنين ومصدقا لما بين يدي من الدورات ويبحر لكم فعضى الذي حذم عليكم ويئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراح مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيت مرافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجارل الذين اتفعوا كفروا الذين كفروا فيها يوم القيامة كن إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلكون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآثرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتنوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله جمث لآدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممتين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ورساءنا ورساءكم ورساءنا ورساءكم وأنكسنا وأنكسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل نعنة الله على الكاذبين إن هذا له القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله له العزيز الحكيم فإن توله فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أو بابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون هاتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حميثا مسلما ولكن كان حميثا مسلما وما كان من المشيكين إن أولى الناس لإبراهيم على الذين اتبعوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودى الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واجهوا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقلطاني يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بديناه لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قانوا ليس علينا في الأمنيين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوقى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينضوا إليهم يوم القيامة ولا يذكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفيقا يرون أنسرة بالكتاب لتحسبوا من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن يكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرشون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفي بعد إذا أنتم مسلمون وإذا قد الله ميباق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرون قال أأفرأتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أفرأنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون فغير دين الله يبرون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسداط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى وأننيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي ويرى الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهد الله قوما يكفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حقه وشهدوا أن الرسول حقه وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك تزاؤهم أن عليهم لعنة الله أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجنعين خالدين فيها لا يخذف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله رب الرحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا بطرا لن تقبل ثولتهم وأولئك هم الضلون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفارهم فلن يقبل من أحدهم فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهدوا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من نصيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم قل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فادلوها إن كنتم صادقين فمن افتعى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الضالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حيثا وما كان من المشركين إن أول بيته وقع للناس لذي بكته معركه وهذا للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وإلا لعلى الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله ولي عن العالمين قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله إن آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيروا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تبغى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصن بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتبغوا الله حق تقاده ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا لحبل الله جميعا ولا تبرضوا وذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شبا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون والتبون لكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا بالذين تفرقوا واختلقوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوه أكفرتم بعد إيمانكم فجوفوا العذاب لما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوهم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة مخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يمروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضيبت عليهم الذلة أين ما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعفدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة طائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يستدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقيم إن الذين كفوه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب الناي هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثليح فيها صر أصابت أصابت حرف قولي وظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطعنة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنكم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لبوكم قالوا أمنا وإذا أخروا عربوا عليكم الأنامن من الغير قل موتوا بغيظكم قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بلا تصدور إن تمسسكم حسنة تنفسهم وإن تصدكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتفوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيظ وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين نقاعد للقتال والله سميع عليم إذ أن الطائفة أرميكما تفشنا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصاكم الله ببدل وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون اتقوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ألا إن تصدروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مزومين وما جعل الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طافا من الذين كروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء أبعافا مضاعفة واتقوا الله يعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعذت للكافرين وأطيعوا الله ورسولا يعلكم تحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض والسماوات والأرض وجنة عرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين الذين يرافقون في السراء والضراء والكاظمين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا خاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة وجنة لا تجري من تحتها الأنهاء وقالبين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فشيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هلا بيان للناس وهذا الموعبة للمتقين ولا تهي ولا تحزن وألاتم الأعلم إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد نسى القوم قرح نذله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهزاء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا وينحق الكافرين أم حسيتما تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كلا دم تمنون الموت من قبل أن تلقاه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قد لا انطلبتم على أعقابكم ومن ينطلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس الناس موت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسيجزي الشاكرين وكأي من نبيهم قاتل معه ربيون كثير فما وعلوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وذبت أقدامنا وذبت أقدامنا وانصرنا على القوم القافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إذا تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم يردوكم على أعقابكم فتنغلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا وعبا بما أشركوا بالله ما لم ننزل به سلطانا ومأواهم النار وبإسانة والظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسنهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في بخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خفير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد غم أملة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استسلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولن فدعف الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا بزا أو كانوا بزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك أسوة في قلوبهم والله يحيي ويميد والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غريبا القلب لنفطوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذوكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتباد إدوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويسكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافكوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا قوف عليهم ولا هم يحذنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم وابتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانخلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوا لإن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسب أن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسب أن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله أولى الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكذف ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حقه ونقول ذوقوا عذاب الحديق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد علينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموكم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كل برسل من قبلك جاءوا بالبينات والسبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفعون أجوركم يوم القيامة فمن تحزح على النار ودخل الجنة فقد فاس وما الحياة الدنيا إلا متاع الغور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا فإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينوا النهور للناس ولا تبتمون فنبدوا هو أظهورهم واشتروا به ثمنا قديرا فبقس ما يشترون لا تحسبن الذين يخرحون بما أتوا ويحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم قل الله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يدرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا على بنار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وترفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف المياد فاستداب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنتا بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوضوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا فقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيادهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تفري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يورنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاعهم قليل ثم مأواهم جهنم وبحس المهاد لكن الذين تقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نتلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تبسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تادلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا فآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن قبل لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتس فها أموالكم التي بعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابلتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آلستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إصرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للركال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية دعا فانخافوا عليهم فليأتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يتامى طلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سائرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حضر القنفين فإن كنا نساء فوقفنتين فلهن ثلثا ما ترك فإن كانت واحدة فلا هنص ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبوان فلأمه ثلث فإن كان له إخوة فلأمه ثلث من بعد وصيتي يوصي بها أودين أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصيتي يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيتي توصون بها أودين فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السلس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أردين وير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوس العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في القيود حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها منكم فآدوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعددنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاجروهن بالمعروف فإن ترهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استرثال زوج ما كان زوج وآتيتم إحداهن قلقارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء إلا ما قد زلف إنه كان فاحشة ومغتا وساء سبيلا أرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرضعناكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم من نسائكم التي دخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهم فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما بأكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محزنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجوهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدام فإذا كحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله وفور رحيم يريد الله ليبتن لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم أكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يَا أَيُّهَا الَّذِيَا آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاقِبِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاطٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَغْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَخِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَنْفَنُصْمِهِ مَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَجَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضُ لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِالنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَابِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِي أَعْقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قارثات حافظات للغير بما حفظ الله وَالَّذِي تَخَافُونَ نُشُوسَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَهْجُرُوهُنَّ بِالْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنْ فَإِنْ أَقْعَنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِطَافَ بَيْنِهِمَا فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْءًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَكَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِذِ الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنْبِ وَبِالسَّدِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من قبله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما وزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤدي من لبنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصروا وسوى لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكرا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضاء على سفر أو جاء أحد منكم من الغائق أو لا مسلم النساء فلم تجدوا ما أنفت يمموا صيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وغاعنا ليا بألسنتهم وقعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأضعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قدر أن نضمس وجوها من قدر أن نضمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السلث وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء بل الله يزكي من يشاء ولا يغلمون فديما انفر كيف يفكرون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجلث والطاغوة ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سديلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يحتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من قبله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بشهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصريهم نارا كلما نضيشت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا صالحات سندخلهم جنات تشرين تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مضهات وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطابوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا كيحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وظلهم في أنفسهم قولا بريضا وما أرسلنا من رسول إلا ليقاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنوا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تفتيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يقع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيدة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم قدل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسقعفين من الرشال والنساء والولدار الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين تفروا يقاتلون في سبيل الطابوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعه فإذا بعزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعو به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته يتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأسا الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصبق لما الله حديثا أما لكم في المنافقين في ألتيني والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله فمن نبني الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تغفرون كبا كفروا فتقولون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نخيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلقهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وهلقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما أردوا إلى الفتنة وركزوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث تقفتبوهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبيلا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأا ومن قتل مؤمنا خطأا فتحرير رقبة مؤمنة وذية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميتاق فديكم مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنب خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا قالتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لستمؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فإن الله مغايم كثيرا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون قبيرا لا يسهو القاردون من المؤمرين غيرون الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأنوالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأنوالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستوعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنة وساءت نصيرا إلا المستوعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهددون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ولن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرارما كثيرا وسعى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله وعسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع أبعضوا على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جلاء أن تقصروا من الصلاة إن سفهم أن يبتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانونكم عدوا من الله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم هذا وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتحت طائفة نخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حضرهم وأسلحتهم ودى الذين يتفعوا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم مية واحدة ولا يلاح عليكم إن كان بكم أدم من مقر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم أن تضعوا أسلحتكم واخذوا حذركم إن الله أعدى الكافرين عذابا ممينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعونا وعلى جنوبكم فإذا قمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تلوث ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تدلل خائلين قصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا حكيما لا استخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون نحيطا هأنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وشيا ومن يعمل سوءا أو يظهر نفسه ثم يستغفر الله يجد الله رفورا رحيما ومن يكسر إثما فإنما يكسره على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسر خطيئة أو إثما ثم يظهر به بيئا فقد احتمل مبتالا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يظلوك وما يظلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنسل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير بي كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروب أو إصلاع بين الناس ومن نفعل ذلك ابتقاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تفجر له الهدى ويتبع ويرسبير المؤمنين لوله ما تولى ولصيه جهنم وساءت نصيرا إن الله لا يغفر أن يشرت به ويغفر ما دون ذلك من يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بغينا إن يدعون من دونه إلا إياه وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نطيبا مفروضا وله ظلنهم ولأمنينهم ولا أمرنهم فليبتقن أذان الأمعاب ولا أمرنهم فليغيرن قلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر كسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا بروا أولئك مأواهم جهنم ولا يجنون عنها محيصا والذي آمنوا عن الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأمع وقال إلا فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجذره ولا يجده من دون الله وليا ولا نصرا ومن يعمل من الصالحات من دجل أو أنتا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يغلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع من لدي إبراهيم حريفا ما اتخذ الله إبراهيم قليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء وإلا بلثيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يدام النساء التي لا تؤتون من ما تتباهن وتربونا تنكحون من والمستضعفين من الولداء وأن تقوموا اليتاما بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله نتال به عليما وإمرأة خافت من بعنا نشوزا أو إعراضا فاجنا عليما أي مصرحا بينهما طلحا والصلح خير ووحضر بالأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فترعوا ذلك المعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتبرطا يقول الله كلا من سعده وكان الله واسعا حكيما فإن الله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أيتفقوا الله وإن ذكروا فإن الله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غليا حميلا فإن الله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأذركم أيها الناس ويكتب آخرين قال يرين ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوابين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غليا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تغذروا وإن تنوا أو تعرفوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي يزهى على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله ومنائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد قل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليعرفع لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر الملافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أمتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في ارتتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزوا بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنب جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيد قالوا ألم نستحفظ عليكم قالوا ألم نستحفظ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا من الصلاة قاموا كسا لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا منبتبين بين ذلك لا إله أولاء ولا إله أولاء ومن يؤمن الله فلن تجد لكم سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبيلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فلنائك مع المؤمنين وسوف يقتله المؤمنين أجرا عظيما لا يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا منظم وكان الله سبيعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله بكان عكوا قدرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويعيقون أن يذرقوا بين الله ورسله ويقولون ويقولون نؤمن ببعض ولكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهيلا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يثبتوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا ورحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا ألي الله جهرة فاقدتهم الصائقة بظلمهم ثم اتقلوا العجل من بعد ما جاءتهم البدينات فعثونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا ثوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم لقلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غيرا فبما لقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوب لا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم مهدانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي جد منه فالهم به من علم إلا اتباع الرن وما قتلوه يقينا يقينا ما رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلمهم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات محلت لهم وبصدهم وبصدهم عن سبيء الله كثيرا وأخلهم الربا وقبنهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعددنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤدون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوحي والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآثينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشريم ومنين لألا يكون بالناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد يضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالبين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق لربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح حيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إن تهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهام من ربكم وأنزلنا إليكم نوعا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصروا به فسيدخلهم في رحمة فسيدخلهم في رحمتهم من هو قبله ويهديهم إليه صراطا مستطيما يستفكرون قبل الله يختيكم في الكلالة إنه أمهلك ليس له ولن وله أخده فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حر الأنفيان يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعبود أحلت لكم بهينة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حوم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر والحرام ولا الهدي ولا الهدي ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام يبتغون يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاستعدوا ولا يجيمنكم شنعان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والدقى ولا تعاونوا على الإثم والعذوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والبن ويحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنخنقة والموكوذة والمتغدية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصر وأن تستقسموا بالأزلان ذلكم فسكم اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشبهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأدمنت عليكم نعمتي واضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متتارف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه وادقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب منهم قبلكم إذا آتيتموهن وجوهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجمكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فابطهروا وإن كنتم مرضاء على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حوج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأضعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهدى بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أطوب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا ذكروا نعمة الله عليكم إذا أم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنين عشر نقيبا وقال الله إني معكم فإن أقلتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآماتهم برسلي وعزرتموهم وأقضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سوا السبيل فبما نقضي الميثاقهم لعناهم ودعلنا قلوبهم قاسية يحرقون الكلم عن نواضعه ونسوح الله مما ذكروا به ولا تزال تطيع على خائمة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واستح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوح الله مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداود والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يحدي به الله من اتبع ردوانه سبو السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويحديهم إلى صراط مستقيم لقد فقر الذين قالوا إن الله هو المسيح من مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح من مريم وأمه وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملق السماوات والأرض وما بينهما يفلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من من خلقه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملق السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا إحمد الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم وآتاكم ما لم يرتي أحدا من العالمين يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترددوا على أجباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوم الجبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم دخلوا عليهم البال فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فالهب أنت وربك فقاتلها إنا ها هنا قاهدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي أفرط بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين واتلوا عليهم نبابني آدم في الحق إذ قربا قبالا فتقبل من أحدهما فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال يا أقتل أنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسكت إلي يدك لتقتل لما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب الناع وذلك جلاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعت الله ضرابا ينحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأت أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الضراب فبواري سوأت أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومقى جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض ويسعون في الأرض فسادا أن يقدروا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفع من الأرض ذلك لهم خزيون في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تفضروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا ارتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسب مكالا من الله والله عزيز حكيم فما تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم فلم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحذنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخدوه وإن لم تقتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحف فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروا كشيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعنده التوراة فيها حكم الله فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والربانيون والأحبار بما ستحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشعوا الناس وخشعوا لي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاكا ولو شاء الله نجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصعبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس نفاسقون أفحكم الجاهلية يلون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نفشا أن تصيبنا دائرة فعز الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهاؤنا الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبقت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تنائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويقتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حسب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم غزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفاء أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها غزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاهوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السح لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السح لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة ولت أيديهم ونعنوا بما قالوا بل يداهم بسوقتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أضفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المسجدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جناد النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرشلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليسيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طويانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصارى من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميزاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم داب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله قصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنه من يشرك من الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار فما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد فإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله رفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة وأمه صديقة كانا يأكلا للطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يرفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم قرى ولا نفع والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لحين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيس بن مريم فلما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون فرا كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أنسخت الله عليهم أنسخت الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصرى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول فرى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين أثابه الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار قال دين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا وطيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عطلتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفروا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفرحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبراء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتقون فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن بوليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله علاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دواعد منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليدوق وبال أمره أفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام وحل لكم صيد البحر وطعامه مداعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكابة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله مفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة خبيث بدكوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسركم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفى الله عنها والله مفور حديم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يفترون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضى أحدكم الموت حين الوصية اثنان بواعدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران فآخران يقوما من مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهنا أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا الله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسول فيقول ماذا أجدتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مغي مذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون قيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة أن ينزل علينا مائدة من السماء قال ابتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك ورزقنا وأنت خير الراسقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وقمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحقه إن كنت قلته فقد علمته أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهم وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين تفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من قيم ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمتعون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم يمكن لهم وأرسلنا السماء عليهم مدررا وشعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه وجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبل تفحاط بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله لتبع على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا عيد فيه الذي يخسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكل في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاه وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قبيل وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبيل قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ فإنكم لتشهدون أن مع الله آرية أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بليء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظروا كيف كتبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يشادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساقير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل فتالهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا إيمانه عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوفين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الآيات الدنيا إلا لعب وله ولدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدن لكلمات الله ولقد جاءت من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستفيق الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يغير بجناحه إلا قمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صموا وبكموا في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل آيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشه ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأس لا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وسين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقط عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وخدم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدقون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نوسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خسائم الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا بلا ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم للشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نقصر الآيات ولكستدين سبيل المجرمين قل إني نهيد أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفافح الغير لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البل والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رقب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما شرحكم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرشعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حقبه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل ترب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفرهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بمكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتها فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذل الذين اتقلوا دينهم لعبا ولهوا وبروتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يغفرون قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى قنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون أولوه الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم الأقيم آزا أتخذ أصنا من قالها إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك لئي إبراهيم هدكوك السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما أحب الآفلين قال هذا ربي فلما أفل قال لن يهدني ربي أكونن من القوم الضالين فلما أحب الآفلين قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بني مما تشركون إني وجهت وجيري الذي فضر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين وحاجدوا قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء بذما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشرتم ولا تخافون أنكم أشرتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا أي الفريق لأحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حكتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاط ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى ومارون وكذلك نجزي المحسنين وسكيا ويحيا وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ونوطى وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوارهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من رباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهدى مقتده قلنا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا بكرار العالمين وما قدر الله حق قدره إبطال ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به رسالوا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تجعلونه قراطيس تجدونها وتخون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آبائكم قل إلا ثم درهم في خوضهم للعبون وهذا كتاب أنزلناه مباركم مصدق الذي بين يديه ولتنجرهم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن تظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحي إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسقوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجسون عذاب الهون بها كنتم تقولون عن الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمون أفرادا كما خلقناكم أول مرة وتركنا خولناكم وراء أضروعكم وما نوامعكم شفاكم الذين سعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فارق الحب والنوى يخرج الحين من الميت ومخرج الميت من الحين ذلكم الله فان لا تبخكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمى حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهجدوا بها في غلبات البد والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا يخرج منه حبا متراكدا ومن النخل من طلعها قنوان دارية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبدا وغير متشابه اوضروا إلى تمره إذا أذمر وينعه إن في ذلكم آيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الدين وخلقهم وخرقوا له بنين وبلات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون فديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وثيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو النطيق القبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمل فعليها وما أنا عليكم بحفير وكذلك نصرق كل آيات وليقولوا دعست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين وله شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بقير علم كذلك سينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبنهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله أهد أيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشكركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئنتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في قيائهم يعملون وأننا جزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قذلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبيهم عنوان شياطين الإنس والجن يوحيبهم إلى بعض زخرة القول بروها ولو شاء ربك ما فعلوه كذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئنة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون فغير الله يبتغي حتما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والنذين آتيناهم الكتاب والنذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من المنترين وتمت كلمة ربك صدقا وعجلا مبدلا لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يظلمك عن سبيل الله إن يتمعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يظلم عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما تفرسوا الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين فما يقوم أن لا تأكلوا مما تفرسوا الله عليه وقد فصل لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما قلتم إليه وإن كثيرا ليذلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمحتدين وذروا ظاهر الإثم وباطلة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقتلكون ويا تأكلوا مما لم يذجل اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم لنجادلوكم وإن فطعتموهم إنكم لمسركون أومن كان بيتا فأحييناه وجعلنا له نوعا وجعلنا له نوعا يمشي به في الناس كمن هتله في الظلمات ليس بقائكم إيها كذلك سدلين كافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكافرة مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشكرون وإذا جاءتوا الآية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجعلوا صفار عند الله عذاب شديد بما كانوا ينكرون فمن يرد الله أن يهدئه يشرح صدره للإسلام فمن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كذلك يصفعد في السماء كذلك يجعل الله الضجس على الذين لا يقنون وهذا صراط ربك مستقيما ولفصلنا الآيات لقومين الذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشوهم جميعا يا معسر الجن قل استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس رب لسهم تعفع ببعض وبلغنا أجل الذي أجلت لنا قال النار نتواكم خالدين فيها إنا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الضائمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يتر ربك مهلك الترى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلح من بعدكم ما يشاء كما أنشاكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدوا لا آتهم وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على بكالتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاطبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما درأ من الحرث والأنعام لصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا شركائنا فما كان شركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين الكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرجوضوا وأن يلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجو لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام وأنعام حرمت غضورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها فراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون فقالوا ما في بكون هذه الأنعام خالص كل بكوننا ومحرم على أزواجنا فإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم ولخسر الذين قتلوا أولادهم سفدا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله ويضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا قتلوا والزيتون والرمال مكشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمروا آتوا حقه يوم حصار ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فبانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذب تريد حرماء من ألتين أما اشتبات علي أرحاب الانتين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البطل اثنين قل أذب تريد حرماء من ألتين أما اشتبات علي أرحاب الانتين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم مما يفترى على الله كريبا ليبين الناس بطير عين إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوها أو لحم خنزير فإنه رجس أو بسطن أهل لطير الله به فمن يضطر غير ماء ولا عال فإن ربك رفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي غفر ومن البطر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببعيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرين فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا ولا حرمنا من شاهي كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الله وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لأذاكم أجمعين قل ألما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهدوا معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون والذين لا يؤمنون بالآخرة وهموا بربهم يعدلون قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواقش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشد وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لعله برقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارقون فاتبعوه وتقول لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينتهم لربكم وهدى ورحمة فمن أعلم منه كيف بآيات الله وصدف عنها سنجذي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وينتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني أداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إلهي محنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ونحياي ومماثي لله رب العالمين لا شريكا هو بذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرته وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العطاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعون لدونه أولياء قليلا ما تبكرون وكم من قوية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم طائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم فأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن فقلت نوازينه فأولئك هم المفلحون ومن حفت نوازينه فأولئك الذين خذروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش حليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسكلوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك أن لا تسكل إذا مرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فهدف منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا أكثرهم شاكرين قال خرج منها مذعوما مدحورا لمن سبعك منهم لأبلأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين أوسوس لهم الشيطان ليببي لهما ما هوي عنهما من سواتهما وقال ما نهاكم أغبكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصفين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدأت لهما سواتهما وطفقا يصفاه عليهما من ورق الجنة وناداهما أغبهما ألم أنهكم أعاتلكم الشجوة وأقول لكما وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ولما أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم وليشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم ينذكرون يا بني آدم لا يفسن أنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يرىكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فائشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالغسطة ورقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم قلوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرهوا إن أولا يحب المسجين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإكم والبغي بغير الحق والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يؤزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إنا يأتي أنكم رسل منكم يبصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن اشترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك يمالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفرنهم قالوا أينما كنتم تبعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قالوا يخلوا في أمم فدخلت من قبلكم من البن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا دارقوا فيها جميعا قالت أخاهم لأولاهم ربنا ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكلهم ضعف ولا فلا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فجوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أذوام السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم جهنم نهاده ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا أسعى أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتجل لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بحقه ونودوا أن تلكم الجنة اهتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ضالوا نعم فألن مؤذن بينهم اللعمة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويمظونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلهم بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطنعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف جالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم فاستكبرون أولئ الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا علينا من الماء أو مما وزقهم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخلوا بينهم لهوا ويعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نزوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جيناهم بكتابها فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل يورون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قال خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلف السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرض يمشي الليل النار ويظنبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يمي رحمته حتى إذا أغلت سحابا انتقال عن سبناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثموات كذلك نخيج الموتى بعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نبيدا كذلك نصرف الآيات لقومه يشكرون لقد أرسل الانوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لمراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بضيالته ولكن لي رسول من رب العالمين أبلركم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجركم أن جاءكم إكرهم من ربكم على رجل إنكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوا فهاجيناه والذين معه في البل وأغرقنا الذين كلبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عليم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا أأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء إن سميتمها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمة منا وفطعنا تابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين فإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فتأتكم في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخلكم عذاب أليم والكوء إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخلون من سهولها قصورا وتنحتون الزبان بيوتا فاتروا آل الله ولا تعتوا في الأرض مرسلين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أمنعتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون ذجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مصرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم بناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأنظرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فعوفوا الكيل والميسان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل سراط تعدون وتقضون عن سبيل الله من آمن به من آمن به وتبرونها عوجا فالكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا أصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد اخترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يجاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا اختح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفوا من قومه لإن اتبعتم شعيبا إنكم إلى الخاسرون فأخذتهم الرجبة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبين إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس أباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا طحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يلتون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسل بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب كافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها أنظر كيف كان عاقبة المرسرين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق أجدئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيطاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجح وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن توقي وإما أن كون نحن الموقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فأغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرض لكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلمون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرق علينا صبرا وتوفنا مسلمين فقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك قال سنقدر أبناءهم ونستحيي رساءهم وإنا فوقهم طاهرون قال موسى لقومه ازدعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتكين قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستغلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصرهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما ظائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والبراد والقمل والضفادع واتم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دعوا لنا ربك بما عهد عندك لإن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إلى هم ينبذون فانتقمنا منهم فأرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورتنا القوم الذين كانوا يستطعفون مشارق الأرض وموارفها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعالشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعلنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطن ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو قد لكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فلعون يصومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون خلقني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المرسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ألني أنظر إليه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعطا ولما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إن صفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصلح عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها فإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا فإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم أليجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حريهم حجلا جسدا له خوار فلم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الغاسلين ولما رجع موسى إلى قومه وضبى ناسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استطعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت في الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحب الراحمين إن الذين ادخلوا العجل سينالهم وضبوا من ربهم ورلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياه أتهلكنا بما فعل السفاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليه قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم في آياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يردونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروا ونصرواه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تحتلون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون فقطعناهم اثنتي عشرة أسفاقا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استصراه قومه أن اضرب بعصاك الحجر أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتي عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم قضيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن الغرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيثانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعطون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عدوا عمانه عنه قلنا لهم قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أماما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا فإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم نتاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أبدا تعقلون والذين يمسفون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المسلحين وإذ نتقن الجدل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانزلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من القاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا للقوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يغلل فأولئك هم الخاسرون ولقد درأنا لكهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يقفون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عزى أن يكون قد قتاب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو سقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضررا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لإن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعال الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصر ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صالحون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادحين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قد ادعوا شركاءكم ثم كيتون فلا تنفرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينصرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرق على الجاهلين وإما ينزرنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين ابتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغيث ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولجت بيتها قل إنما أدر عمال حائلي من ربي هذا نصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال كل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأضيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إننا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومنا رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخذك ربك من بيتك بالحق وإن فريضا من المؤمنين لكارهون يجابرونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنا لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع ذابر الكافرين ليحق الحق ويبقل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائك بمردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتقمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ويمزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربق على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا وعب فابربوا فوق الأعناق وابربوا منهم كل دنان ذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فذوقوا وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتهم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ جبره إلا متحرفا لقتار أو متحيزا إلى فئة فقد ذاء بغضب من الله ومأواه جهنم وبتس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل يبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عدولا تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت فأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أضيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الضواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم معلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستطعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأورادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثفتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير المادرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لهم شاء لقلنا مثل هذا قالوا قد سمعنا لهم شاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساقير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنقر علينا حجارة من السماء وإخذنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكان وتصديه فدوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يخشرون ليميز الله الخبيث من القير ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون قصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما غريض من شيء فأن لله خمس هو للرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين فأن لله خمس هو للرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عرضنا يوم الترقى يوم الزقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم من عزوة الدنيا وهم من عزوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في المعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بذجنة ويحيى من حي عن بينك وإن الله سميع عليم إذ يريكهم الله في ملامك قليلا ولو أواكهم كثيرا ولفشرتم ولتناسحتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذلك الصدور وإذ يريكمهم بذل تقيتم في أحيوكم قليلا ويقللكم في أحيوهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجعوا الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تلازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصفروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيطا وإذ زين له الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جاء لكم فلما ترى أهت الحسار لكف على عقبيه وقال إني بريد منكم وقال إني بريد منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد عقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض والرهاب لا يديهم ومن يتوفى على الله فإن الله عزيز حكيم ويوتى إذ يتوفى الذين يتفعوا البلائكة يطيبون متونهم وأجبارهم وذوقوا عذاب الحديق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام من عبيد كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كبروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد عقاب ذلك بأن الله لم يكن غيرا نعمدا أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلتناهم بذنوبهم وأبرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر التواب عند الله الذين كبروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تفقفنهم في الحرب فشدر بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيالة فنبئ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائرين ولا يحبن الذين كبروا سبقوا إنهم لا يعلزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباق الخير ترهبون به عدو الله وعدوتهم وأقل من دونهم لا تعلمونهم الله يبلمهم وما تنبقوا من شيء في سبيل الله يوفي إليكم وأنتم لا تظلمون فإن جنحوا بالسلم فاجنحنا وتوكل عن الله إنه هو السبيع العليم وإن يريدوا أن يخدعوا كفا إن حسبك الله هو الذي أينك بنصره وبالمؤمنين وأنف بين قلوبهم لن أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حذر المؤمنين على القتال إن يكن منكم مشرور صابروا ويغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم القوم لا يقفون الآن قفف الله عنكم وعيب أن نفيكم ضحفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن بنا والله مع الصابرين ما كان النبي أن يكون لهم أسرى حتى يفقن في الأرض تريدون عوض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسأكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما وإنتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا أيها النبي قل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا فيالتك فقد قالوا الله من قبل فأمتلميهم والله عليهم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهلوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصرواكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميتاق والله بما تعملون فصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا هتكم فثنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آمنوا ونصروا أولئكهم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم فراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غيروا اعجز الله وأن الله مخزر كافرين وأداموا من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بذيء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غيروا اعجز الله فبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين آهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا ولم يظاهروا عليكم أعدا فاتنوا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلق الأشهر الحوم فقلوا المشركين حيث وجدتبوهم وخذوهم وحصروهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآدوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم فإن أحد من المشركين استجارك فأكره حتى يسمع كلام الله ثم أدرقه مأفلة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقابوا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فينكم إلا هو ولا ذمة رضونكم بأكوائهم وتعبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله تمناهم قليلا فصدوا عن سبيلك إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا هو ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا قالوا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكتوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر إنكم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكتوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول ومن بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم وعدلهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويحصوا رقوم مؤمنين ويدهم غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا أما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليك والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يحمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبقت أعمالهم وفي النارهم خالدون إنما يحمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إن الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلكم سقاية الحاك وعبارة المسيح الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله ما يستغلون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أحضروا وجدت عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربض برحمة منه ورغوان وجنات لهم فيها نعير مطيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء استحبوا الكفر على الإيمان ومن يدولهم منكم فأولئك هم الضالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اعترفتموها وأموال اعترفتموها ودجارة تخشون كساتها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمه والله لا يهدي القوما فاسقين لقد نصركم الله في مواقم تثيرة ويوم حليل إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبتكم ووليتم مدبرين ثم أنزل الله سكيرته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لبترها وعدب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله أفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عينة فسوف يغريكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحذمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينوا الذين الحق من الذين أوتوا الكتاب ولا يدينوا الذين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعقل جزية عن يديهم ومصاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصار المسيح بن الله ذلك قولهم بأفوانهم يضاهئون قولا الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يغفتون اتفتوا أحبارا ورهبانهم أرباما من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا أن يعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأكواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كيها الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشيكون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكرنون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهرهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أوبع تنحوم ذلك الدين القيم فلا تغلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشيكين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء جيادة في الكفر يطل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله جين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذركم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصره فقد نصره الله إذا خرره الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن من الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترواها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون من الله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله علموا بالمتقين إن لا يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت خلوبهم وارتابت خلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخوج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أضعوا خلالكم يمرونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد افتغوا الفتنة من قبل وغلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقولوا اذلي ولا تفتنني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصلك حسنة تسرهم وإن تصلك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل وينتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عذابه أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو فرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم لفقعتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون ألا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبوهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون لله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرطون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم أن يلمزك في الصدقات فإن يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من قبله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقاء والمساكين والعامرين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاء والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمنوا بالله ويؤمنوا المؤمنين ورحمة ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحرفون بالله لكم ليرضوكم والله رسوله وحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه مهي حادر الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئه بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نفوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا طائفة منكم وعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمونجر وينعون عين معوف ويقببون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفارنا وجهنم خالدين فيها في حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخدتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعالي وثمود وقوم إبراهيم وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم البينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المواكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعب الله المؤمنين والمؤمنات جنات تتري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عالم وإضوان من الله أكبر وإضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهل الكفار والمنافقين وأولض عليهم ومعواهم دهنم ومئس المصير يحلكون بالله ما قالوا ولقب قالوا كلمة الكفر وتفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكون خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم نعاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولمكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوبه وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم ساخر الله منهم ولهم عذاب النبي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فيح المخلقون بمضعرهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قلناه جهنم أشد حرا لو كانوا يكذبون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل فقل لا تخرجوا معي أبدا ولا تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتوا بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بهذه الدنيا وتزعق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سومة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله وجاهدوا مع رسوله استأذن كأول الطول منهم وقالوا ذرنا نكون مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوائف فضبع على قلوبهم فهم لا يطهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلطون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعرام ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الطعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حاجم إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله رفور رحيم ولا على الذين إذا ماتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تبيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ربوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انطلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجسوا ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يفسدون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السور والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يودون إلى عذاب عظيم فآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويقفل الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل عملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصاة لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسكت أرسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتقهروا والله يحب المطاخرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفاجه في انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا غيبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون السافدون الآميرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاق الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعتها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم الأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يدقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا يصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجى من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يربوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موضي أن يغيظوا الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع عبر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نقر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين فإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرضوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرقوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حليص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنزل الناس أن أنزل الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا ساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يتبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصة والذين كفروا لهم شراب من حميم وعداب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس طياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن باختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا وافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أي الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طريانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعنا لقلبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مركان لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسلمين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننطر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تاقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون فيعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شبعاء عند الله قل أتنبعون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلقوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أدفنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا فلله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تنكون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين فيهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءت هاريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تأملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها والزينة وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنب الأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى ذار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين تسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب ما بهم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك قبلوا كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وظل عنهم ما كانوا يفترون قل من يغزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبئ الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تبتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأما تصرقون كذلك حقت كيمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تغفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يقعلون وما كان هذا القرآن أن يهترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا غير فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه ألفأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريئ مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع صم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشوهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهاب يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نوينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالغسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضررا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستخرون ساعة ولا يستخدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بيادا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجبون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالغسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهبا ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليصحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فاجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذنى لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عربك من مثال ذروة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وبالآخرة لا تبذين لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزن كقولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الطن وإنهم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان تبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم ضمة ثم قضوا إلي ولا تنفعون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الكلك وجعلناهم خلائف وأبرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساخرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون أتومي بكل ساحر معين فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبقله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكيماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلى ذرية من قومه على خوف من فرعون ومائهم أن يفتنهم وإن فرعون لعار في الأرض وإنه لمن المسيثين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ومجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوى لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اضمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان من سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأثبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوان حتى إذا أذرته الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آيادنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو شاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان بنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعلوا جس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذع عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدي حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسك الله بضر فلا كاشفاه إلا هو وإن يردك بخير فلا رب دي قضله يصيب به من يشاء من عبابه وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبعنا يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف نامرى كتاب رحمت آياته ثم تصيت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إن لي لكم منه نذير ومشير وأن استغفروا ربكم ثم توضوا إليه ومتعكم متاعا حسنا إلى أجر مسمى ويغتقوا الذي قضل فضل وإن تولوا فإني أخاب عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يسلون صدورهم ليستخوا منه ألا حين يستغشون فيها فهم يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله يسقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على المابر يبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبروتون من بعد الموت ليقولن الذين جفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسك ألا يوم يأتيهم ليس مصعوفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعنا منه إنه ليأوس كفور ولئن أذقناه لأماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح ففور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وهجر كبير فلعل كتائكم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه جنس أو جاء معه ملك إنما أنت نبيع والله على كل شيء وكيل أن يقولون افتراه قل فأتوا بعشر ثور مثله مفتريات ودعوا من استطعكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فأل أنتم نسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي ليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين يسلهم في الآخرة إلا النار وعبط ما صنعوا فيها وما قلوا ما كانوا يعملون أفمن قال على بينة من ربه ويتلوب شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إبابا ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي برية منه إنه الأقل من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربه ويقولون أشهادها أولئك الذين كتبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويمغون آه وجوهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين قسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يهترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصب والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نبيا مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الماء الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من قبلهم بل نظر لكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاري أحمدا من علمي فأميت عليكم أن ألزمكموها وأنتم لها كارثون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أعطائه الذين آمنوا إنهم مناقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من يؤصري من الله إن طرتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الويب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أحيونكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنكسهم مني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوس قد جادلتنا فأكثر تجدالا فأتنا بما تريتنا إن كنت بالصالحين قال إن ما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بالمعجزين ولا ينفعكم نصري إن أردت أن أوصح لكم إن كان الله يريد أن يغيكم هو ربكم وإليك ترجعون أم يقولون افتغاه قل إن افتغيته فعلي إجرابي وأنا بيء مما تجرون ويوحي يا نوس أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصبع الذلك بأعملنا ومحينا ولا تخاضبني في الذين ظلموا إنهم مغرطون ويصلع الذلك وكلما بر عليهم لهم من قومه سكروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلموا لمن يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارد نور قل نحمل فيها من كل من سوجين الزين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه بنا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها إن ربي رفور رحيم وهي تجريبهم في موج كالشباي ولا تالو حرب له وكان في بعزل يا بني اركب معنا ولا تهم مع الكافرين قال سآوي إلى جبري يعصيه من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال فيهم الموج فكان من المغرطين وقيل يا أرض بلعيمات ويا سماء أطرعي وفيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي واستوت على الجودي وقيل بعدا لقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي ومن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أتم من القاسرين قيل يا نوح ابق بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من مماك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب غليم تلك من أنباء الغير نوحينا إليك ما كنت تعلم ما أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبق إن العاغمة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدراء ويزلكم قوة إلى قوتكم ولا تدولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إن احتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشيكون من دونه فتيلوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابد إلا تؤاخدهم بناطيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تملوا فقد أبلرتكم ما أرسلت به إيكم ويستقف ربي قوما غيركم ولا تبرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفير ولما جاء أمرنا لجينا بودا والذين آمنوا معه برحبة منا ولجيناهم من عذاب غريب فتلتعادوا جحبوا بآيات ربهم وعصوا رسله واستبعوا أمر كل جبال عميد واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم بود وإلى زمون أقام صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستحمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإن جاء بشك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني من رحمة وآتاني من رحمة فمن ينصوني من الله إن عصيته فما تزيلونني غير تقسير ويا قوم هذه لاقة الله لكم آية فلوها تأكل في أرض الله ولا تبسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب عقروها فقال تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فأما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومه إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا صيحة فأصبحوا في ديارهم جاكمين كأن لم يؤنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لم تأن جاء برجل حنيب فلما رأى إذنهم لا تصلوا إليه أكرهم وأوجز منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم نوط ونوأته قائمة بضغكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أهلد وأنا عجوز وهذا بعني شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أفعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم نوط إن إبراهيم حريم أوهام منيب يا إبراهيم أعلم عن هذا إنه قد جاء أمور ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود وما جاءت رسلنا نوطا سيئة بهم وطاق بهم برعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بلاتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت بالنا في بلاتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أنني بكم قوة أو آوي إلى رقم شديد قالوا يا نوط إنا رسل ربك لن يصل إليك فأسر بأهلك بقرب من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا مرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أنرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجير منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين بفريد وإلى مدينة أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أواكم بخير وإني أخاط عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان في القسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعذوا في الأرض مفسدين فقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفير قالوا يا شعيب أصلاتك تأموك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم رأيتم إن كنت على مينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما ذوقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنير ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم نوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رخيم ودود قالوا يا شعيب ما نفه كثيرا لما تقول وإنا لنرى كثيرا طعيفا ولولا رهتك لرجناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتمه وراءكم غهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه على بي يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ورموا الصيحة فأصبحوا في ديالهم جاثمين كأن لم يرموا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعيدك ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملائه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المهرود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بإسر رفد المرهود ذلك من ألباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولا فيهم ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم الذي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تطبيب وكلالك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع لهم ناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجر معدود يوم يغف لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النائلهم فيها زفير وشهيد خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعيدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجلود فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاخترف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مدير وإن كلا لما ليوفي أنهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت وما ذهب معك ولا تطعوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكنوا النار وما لكم وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طابه النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك لقال الذاكرين واصدر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقيته ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزعلون مختلفين إلا من رحم ربك وللعرف خلقهم وتمت كلمة ربك لأمل أن تأنم من الجنة والناس أجمعين وكل أن نقص عليك من أنبائه سلمان ذبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموهرة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله تعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبي إيابتي إني رأيت أحد عشر كوكفا والشمس والقمر والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص إياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجز بيك ربك ويعلمك من دأويل الأحاديث ويدم ويعمده عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسهاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانان في ضلال مبين وقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخلو لكم وجه أبيكم يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قونا صارحين قال قائل منهم لا تغسلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحذنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عن مغافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة لنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نسترق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن إلي ولو كنا صادقين وجاءوا على قريصه بذن كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى ذلوه فأدلى ذلوه قال يا أبشوا هذا غلام وأسروا بضع والله عليموا بما يعملون وشربوا بثمن بخص لدراهم معدودته وكانوا فيه من الزاهدين وقال اللي اشتراه من نصر لمعاته أكلمي متواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا له سبب الأرض ولمعلمه من دأويل الأحاديد والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته الذي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله إنه ربي أحسن متواهي إنه لا يفلح الرالمون ولقد أمنت به وأمن بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واسكفت الباب وغدت قميصه من دور وألف يا سيدها لذا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قالت يا رادتني عن نفسه وشهد شاهد من أهلها وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دور فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دور قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعط عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراهد فتاها عن نفسه قمش وفا حبا إنا لنراها في ضلاء مبين فلما سمعت في مجرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متباه وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله وقلن حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ما يكون كريم قالت فذلكن الذي لم تومني فيه ولقد راوده عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آموه ليسكنن وليكونن من الصاغرين قال رب الشجن وأحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بنا له من بعد ما رأوا الآيات ليسكننه حتى حين ودخل معه الشجن فثيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خفزا تأكل الطيوم نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما ضع منتو زقانه إلا نبدأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وأوم بالآخرة هم كافرون واتبعتم ملة آبائي إبراهيم وإسحاف ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أعباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمى وأما الآخر فجسلق فتأكل الطير من رفسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ماجم منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان إترى ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقات سماني يأكلهم سبع عجاف وسمع وسمع سوبرات خضر وأخر يابساك يا أيها الملأ أفتوني فيه إياي إن كنتم للرؤية تعبرون قالوا أبغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجى منهما والبكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقات سماني يأكلهم سبع عجاف وسبع سوبرات خضر وأخر يابسات لعلي يرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دائما فما حصبتم فنروه في سوبره إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع الانشداد يأكل ما قدمتم لهم إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عاموا فيه واغوا الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني لي فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأل فاسألوا ما بال النسوة التي تضطعن أيديهم إن ربي بكيدهن عليهم قال ما خطبكن إذا أردتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من السوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق ونرى وده عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أقنه بالغير وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس أمرة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي رفور رحيم وقال الملك أدوني به أستخلص لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع عبر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بطاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما وجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافرون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعه وجدوا بطاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بطاعتنا ردتينينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تقتون موثقا من الله حتى تقتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاطبكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس عقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل سقاية في رحل أخيه ثم أذنه أدن أيتها العير إنكم لسادقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقدوا صواع الملك ولمن جاء به حمل بعيد وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارحين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله مرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخله من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شروا مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك ساطر وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسألوا القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصب جميل أسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرقا أو تكون من الهادكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببطاعة مججا فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آذرك الله علينا وإن كنا لخاطرين قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فأنقوه على وجه أبي يأثي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني ناجد ريح يوسف لولا أن تفنجون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القدين فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الرفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين رفع أبويه على العرش وفروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو وجاء بكم من البدو من بعد أن نزر الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث قاطر السماوات والأرض عند ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينقرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أفر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم راشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات كتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد فرونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصر الآيات نعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يرشي الليل النهار إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع وتجاورات وجنات من أعناب وسرع ونخيل صنوان وغير صنوان صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك آيات لقوم يعقلون وإن تعدد فعجبوا قولهم وإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأولال في أعناقهم وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبرهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنذن عليه آية من ربه إنما أنت منذن ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارف بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه موال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشر السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصوائق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستطيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاهو ما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وضلالهم بالغدو والآصال الله أكبر الله أكبر الله أكبر قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أبتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضرع قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزى من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار افتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولاك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتدفع كل الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا بإطراء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلامية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقوب الدار جنات عدري يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائفة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقوب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقضعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط رزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا ولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتضمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تضمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا صالحا بقوبانهم وحسن مآب كذلك أوسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ بعسل من قبلت فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت واجعلوا لله شركاء كل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أن بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثال الجنة التي أعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا وله إتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قريك واجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب ينحو الله ما يشاء ويثلت وعنده هم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تفسد كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقوب الدار ويقول الذين كفروا نستمر سلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبقونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا لسان حومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لا آيات لكل صفار شكور وإذ قال موسى لحومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنشاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويدبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ أدى ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله نغمي حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وتمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تبعوننا إليه مريد قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجر مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو نتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاف كل جبار عبيد من ورائه جهنم ويصفى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيقه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غريق مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمال اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض للحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبغزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من نحيص وقال الشيطان لما قبي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تدوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تحتيح لها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة جتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله قالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعنة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار واجعلوا لله أنتادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال فالله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر لأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لغلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصالي فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي سرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفكدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسنيع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مطمع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفيدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل طيب نجد دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكل الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسب أن الله مخلف وعدي رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرسول الله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وترشى وسوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ألف نام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا سنين لرهم يأكلوا ويتبتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وما أهنكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستغفرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لما تأتينا بالملائكة إن كنت بلا صارقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا نظرين إنا لحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستغفرون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ويوفتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا فلنحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين فحفظناها من كل شيطاء الرجيم إلا بل استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبثنا فيها من كل شيء ممتون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له براثقين وإن من شيء إلا عندنا خسائله وما نوزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ما فأسقينا كموب فأسقينا كموب وما أنتم له بخاضرين وإنا لنحن نحيي ونبيت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستغفرين وإن ربك ويحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمى مسنون والجان خلقناه من قبل منا السمون وإذ قال ربك المنائك ديني طالق بشرا من صلصال من حمى مسنون فإذا سويته ولبخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إنا إبنيس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبنيس ما لك أن لا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر قلقته من صلصال من حمى مسنون قال فخج منها فإنك رجيم وإن عليك النعنة إلى يوم الدين قال رب فأنوضرني إلى يوم يبعتون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويت لي أسيين لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا بل اتبعك من الغاوين فإن جهنم لموعدهم أجمعين فلا سبعت أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعنون ودخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من ظل إخوانا على سور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وماب منها بأخرجين نبئ عبادي أني أنا الوفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن طيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجمون قالوا لا زوجا إنا نبشرك بغلاب عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال وما نطلق من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل نوط إنا لمنجوب أجمعين إلا مرهد مقدرنا إنما لمن الغابرين فلما جاء آل نوط المرسلون قال إنكم قوم ملكون قالوا بلجئناك بما كانوا فيه يمثرون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد ومضوحيت تؤمرون وقضينا إليه ذلك الألوى أن دابر هؤلاء مقبوع مصبئين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تكبعون واتقوا الله ولا تكزون قالوا أولم ننهد عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعموك إنهم لفي سجرتهم يعنهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأنقرنا عليهم خجارة من سجينين إن في ذلك آيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مطين إن في ذلك لآية للمقبلين وإن قال أصحاب الأيكة الظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام نبين ولقد خدم أصحاب الحبيل مرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها محرقين وكانوا ينحجون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصنحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة آتية فصفص صحا جميل إن ربك هو الغناب العليم ولقد آتيناك سبعا من المثالي والقرآن العظيم لا تبذلن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفر جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن رضيين فوربك يسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعظ عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إله الآخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيط صدرك بما يقولون فسبش بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك المقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينسل الملائفة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو قصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفت ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جبال حين تريحون وحين تسرحون ما تحمل أثقائكم إلى باد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لغوط رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوا ما وزينه ويخلقوا ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزى من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجا فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والسيطون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك آية لقوم يتفكرون فسطركم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم سطركم بأمره إن في ذلك آيات لقوم يحتلون وما درأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك آية لقوم يتذكرون وهو الذي سفر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الكل كموافر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسيا كميدة بكم وأنهار وسبلا لعلكم تهتدون وعلى ماس وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ألوات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحدة فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منفرة وهم مستكبرون لا ترم أن الله يعلم ما يسرون وما يعملون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساقير أولين ليحملوا أوزارهم كابلتا يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير ألا ساهم ما يسرون قد مكر الذين من قبلهم فات الله بنيانهم من القوامل فخر عليهم السقف فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاكم العذاب من حيث لا يشعون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عبيب بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جبن مخالدين فيها فلا بئس مثوى المتكبرين وقيلة الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولدار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشابون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إما تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عبروا وحاق بهم ما كانوا به يستهدئون فقال الذين أشرتوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتعوا الطاروخ فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناخرين وأقسموا بالله تهدى أمارهم لا يبعث الله من يموت فلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبيلهم الذي يختركون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله بعد ما ظلمون لنبوي أنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكدون وما أرسلنا من قبلك إلا أجال النوعي إليهم فاسهلوا أهلتك إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنسلنا إليك الذكريت بين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين بكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولن يروا إلى ما خلق الله من شن يتفيه ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من ذوقهم ويفعلون ما يؤمرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وقال الله لا تتخذوا إله إثنين إنما هو إله واحد فإياي فراغون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيلا مما رزقناهم فالله لتسألون عما كنتم تفكرون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأم فظلوا بهه مسودا وهو كظيم يتوى من القوم من سوء ما بشر به أمسكه علىه أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل الساوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يآخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من ذاب ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألزنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا درم أن لهم النار وأنهم مفضون كالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبرك فزين لهم الشيطان وأعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى وهدى هو ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ما فأحيا بالأرض بعد موتها إن في ذلك لا آية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نصريكم مما في بطونه من بين فرث ودم من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاهبين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سفرا ولزفا حسنا إن في ذلك لا آية لقوم يعقلون وأحاربك إلى النحل أن اتخذي من الجمال قيوتا ومن الشجر ومما يعيشون ثم كلي من كل الثموات فاسل في سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه شفاء للناس إن في ذلك لا آية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يود إلى أرض للعمر كي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله غضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفن ورزقكم من الضيبات أفبالباق ليؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون طلب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء هو من رزقناه ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستمون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وطلب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوده لا يأتي بطائر هل يستوي هو من يأمو بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غير السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصى والأفئدة لأملكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمزكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثافا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم منا خلق ظنانا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المدين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفر ولا هم يستعتبون وإذا وعا الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا وعا الذين أشرقوا شركاءهم قالوا ربنا قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعون من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم ودئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدي والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمواكر والبغي يعظكم لعلكم سذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقوا الأيمان بعد سوكيدها وقد جعلتم وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما سفعلون ولا تكونوا كالتين خضت غزلها من بعد طوة أنكاثة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أو با من أمة إنما يبنوكم الله به وليبين أن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عن ما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بأهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله فاضه ولنجزين الذين صدروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من مكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستئذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشيكون وإذا بدلنا آية ما كان آية هو الله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزاه روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكاذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون ما كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أفيه وقلبه مطمئنون بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحقوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين قدع الله على قلوبهم وسمعهم وعصائهم وأولئك هم الغافلون لا درم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما ختموا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها لسهار غدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأصدهم العذاب وهم غالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيما واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتس والدمر لحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن الطراء وباغوا ولا عاد فإن الله غفور رحيم وذا تقولوا لما تصف أسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لسفته لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين آلوا حرمنا ما قصصنا عليكم من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانفا لله عنيفا ولم يكن من المشركين شاترا لأنعمه إجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتلناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا حنيفا وما كان من المشركين إنما دعن السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ودعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بما هو ضل على سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاطبتم فعاقدوا بمثل ما عوقلتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ريقهم مما يمكون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلنا هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لترسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السمين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه قائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدا فإنما يحتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرته مزر أخا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك ضرية أمرنا مثر فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن قراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخدولا وخضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك انتبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وكلهما قولا كريما واخفض لهما جناح الدل من الرحمة وقل رب رحمهما كما ربي أني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين وفورا فآتنا القربى حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبدل تبذيرا إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتضاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميزورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عمقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مدوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد فعلنا لوليه سلطانا فلا يسرد في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليديم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشد وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقصاص المسفقين ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال قولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكوها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتنقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة ناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليتذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبدغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون أسبيحهم إنه كان حليما وفورا فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حتابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا هو في آبانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده بلوا على أدبالهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا وإذ هم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاة أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يبقر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسه ويقولون متاهو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا الذي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل دعوا الذين سعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابا إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مخلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يسيدهم إلا طليانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدون آدم فسجدوا إلا إبنيسا قالا أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لإن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاءكم جزاء موفورا واستفسس من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك وردك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكينا ربكم الذي يسجينكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدونكم وكينا أم أمنتم أن يعيدكم فيه دارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيطقكم بما كفرتم ثم لا تجدونكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأقل سبيلا فإن كانوا ليفتمونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيرا فإلا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إلا لأدقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجدونك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لتلوك الشمس إلى غسر الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مطاما محمودا فقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان سفوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا فإذا أنعمنا على الإنسان أعرضنا بجانبه وإذا مسه الشر كان يبوسا قل كل يعمل على شاكلته ربكم أعلم بمن هو أحدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن بتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجرا أنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترطى في السماء ولن نؤمن لرقيك ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إجاءهم الحدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة ينشون مضمئنين لنزلنا عليهم من سماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباته خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجذ لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كبروا بآياتنا وقالوا فقالوا أئذا كنا عظاما ورفادا إنا لم بعوتون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إلا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى بسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغاقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لمن إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا بشرا ونديرا فأرآنا فرقناه لدراءه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا الله أكبر الله أكبر قل دعوا الله أو دعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنا ولا تجهر بصلاتك ولا تغافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم أحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذي قالوا اتخذ الله ولدا ما له به من علم ولا لآبائهم تبغى كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعل تباقع النفسك على آتارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسدت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أنبنا رشدا فضربنا على آدانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وسدناهم هدى ورفطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أظلم ممن افتر على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأوئوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت نزاوع عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقابا وهم ربود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرا ولملت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظوا أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموهم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وتذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا غير فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين ظنبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادس كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستخد فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وزادوا تسعا قل لله أعلم بما لبثونه غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما كوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لتلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداف والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد سينة الحياة الدنيا ولا تقع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهلي يشوي الوجوه بكس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا ما نضيع أجرما أحسن عملا أولئك لهم جنات عدي تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناد وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئردد إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تعب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله يا قوة إلا بالله إن تعي أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتي خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها ظورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي طاوية على عوجها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا كنا لك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقوبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه للسماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تدور رياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير آملا ويوم نسهر الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة ألزعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفحين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما بهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبي سكان من الجن فلسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بإسر الظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المغلين عضدا ويوم يقولوا نادوا شركاء الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنثروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آثارهم وقرا وإن تبعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كسبوا لعجلهم العذاب بل لهم موعد لن يشدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإفقال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا قداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكرا فاتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فأتدى على آتائهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحضري خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد شكت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤخذني لما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقي أغلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية لغير نفسي لقد شكت شيئا مكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد دلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدار يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لك فتعليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنفئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة رصلا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يغهقهما طغيانا وكفرا فأعدنا أن يرديهما ربهما خيرا من مزكاة وأطاب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يثينين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أنبي ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ لغم الشمس وجدها تأرض في عين حمية ووجد عندما قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعدم وإما أن تتخذ فيه حسنا قال أما من ظلم فسن فنعدمه ثم يعدمها ربه فيعدمه عذابا نقرا وأما من آمن وعمل صالحا فأقو جزاء للحسنى وسنقول له من أمرنا نسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطرع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحقنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يتانون يفطهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مبسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوا لي زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرخ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه ما استطاعونه نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونبخ في الصور فجمعناهم جمعا وعربنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعيون في لطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم الكافرين نزلا قل هل ننبهكم بالأفزمين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسبون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقافه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيابة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا قابدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مذادا لكلمات ربي لنفذ البحر لنفذ البحر قبل أن تنصد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فلعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذك ورحمة ربك عبده ستريا إذ نادى ربه رداءا خفيا قال رب إني ونالعظمني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم نكن بدعاءك رب شقيا فإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي منكنك وليا يريتني ويريت من آلي حقوم وجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلاب اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سبيا قال رب أنا يكون لي غنام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هيد وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سدحوا بكرة معشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنالا من لدنا وسكاة وكان تقيا وفر بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتفذت من أهلها مكانا شرقيا فاتقلت من دونهم حجاما فأرسلنا إليها روحنا فتمثلنها بشرا سميا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لآبلك ظلاما زفيا قالت أنا يكون لي ظلام ولم يمسسني بشرا ولم أتبقيا قالت ذلك قال ربك هو علي يهجل ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملكه فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءنا المخاض إلى جذع النخلة فأجاءنا المخاض إلى جذع النخلة قالت يا أيتني لك قبل هذا وكنت نسيا منسيا فداداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وبسي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا فكني واشربي وقضي عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأست به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك رأسه وما كانت أم كبريا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتا لي الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزداد ما كنت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شطيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعت حيا ذلك عيسى بن بريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان إلا أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أولا فإنما يقول مبوك فيكون وإن الله ربي وعبكم فاعبدوه هذا صراف مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فغير للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتون نالات للظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة في قضي الأمر وهم في ربة وهم لا يؤمنون إنا نحن لد الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وابكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يؤني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صرافا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عطيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتقول للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آيتي يا إبراهيم إن لم تنتهي لأرجبنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان ذي حكيا وأعتزلوا وما تدعون من دون الله وأدعوا ربي وأدعوا ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزاهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا وابكر في الكتاب إبراهيم إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وقاديناه من جانب الطولي أيماي وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أقاه هارو نبيا وابكر في الكتاب إسماعيل إنه كان طالق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وابكر في الكتاب إدريس إنه كان صدقا نبيا ووفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أولئك فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدنه التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مهديا لا يسبعون فيها نورا إلا سلاما ولهم لذبهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورد من عبادنا من كان تقيا وما لتنزل إلا بأم ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك لسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوا وسط بالعبادة هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخي حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل وهم يك شيئا فوربك نحشرنكم والشياط إذا ثم لنحضرنكم حول جهنم جديا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن جديا ثم لنحن أعلم بالذين أمحونا بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مضغيا ثم ينجي الذين اتقوا نذر الظالمين في ناجتيا وإذا كتنا عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي من فريقين خير مقابا وأفسد نديا وكم أبنتنا قبلهم من قرنهم أحسا وفاة وريا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكالا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهددوا ذدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال يؤدين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتقد عند الرحمن عهدا كلا سنكفر ما يقول ونبد له من العذاب مدا وليفر ما يقول ويأتينا بردا واتقلوا من دون الله آلهة ليكونونهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ردا ألم ترأنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأذب أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا لوم نحشر المتقين إلى الرحمن وهدا ولسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا كتاد السماوات يتبطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال غدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آد الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا فقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتين يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعلونهم الرحمن ولدا فإنما يسرناه برسالة لتبشر به المتقين وتنبر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم لعلي آتيكم منها بطبس أو أبد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصد أنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتارزا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى ومن يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدي ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني لتفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتب به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بما بصيرا قال قد عوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن يقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو يأخذه عدو لي وعدو لا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يدفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدره يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تريها في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفوط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم ورجعناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا قال فما بان القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من النبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتي أنك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن آذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطيقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا إذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجز في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحره ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جنوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنتقاب إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجي من تحتها الأنهى وخالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليمن غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تضعوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعدلت إليك رب لترضى قال فإنا قد ختنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه ربان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعده قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك ألقى سامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم برا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن مرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيته ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقذ قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقضت قبضة من أذر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا نساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبقه وقد آتناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبذتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبذتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وقشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرتنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبري سابا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخي جنكما من الذنة فتشطى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفطا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض علو فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعاض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فمسيتها وكذلك اليوم تنزى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كما أهلكنا قبلهم من الغرون ينشون في مساكنهم إن في ذلك آيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى تصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل تسبح وأطاف النهار لعلك ترضى ولا تمدنع إليك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربك أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل أم تربصوا فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم ترسون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إليهم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له ولاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين فلنقلف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهط ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفتون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا وطفا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حين أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلكه يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفئم التفهم الغالبون كل نفس دائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رأىك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يلقوا آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستاجنون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجودهم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينظرون بل تأتيهم بغتة فتبهدهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستفزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معظون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل مدعناها بناء وأباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع صم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردن أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهابون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشته من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ظلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنتم من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وكالله نأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مجددين فجعلهم فذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فذن يذكرهم يغال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا لاركوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به جيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه وطوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائف إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من القرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت في غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوبا إذ نادى ربه أني مستني أضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من بر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلك لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وجنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوالدين أستجبنا له وهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصر جهنم أنتم لها والدون لو كان هؤلاء آلهة ما وادوها وكل فيها صالدون لهم فيها زخير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحفنهم الفتع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوم نضم السماء كطي سبل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يدتها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما تعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يشادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعي يا أيها الناس إن كنتم في ريد من البعث فإنا خلقناكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضقة مخلقة وغير مخلقة لمبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر كي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا غيب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يشابل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منين ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونثيقه يوم القيامة عذاب الأريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حر فإن أصابه خير نقمأن به وإن أصابته فتنة من قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبس المولى ولبس العشي إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا صابعات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هليذهبن كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعين والنصار والنجوس والذين أشركوا إن الله يقصر بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواك وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهر الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء الله أكبر هذا لخصمان اختصروا في ربهم فالذين تفوقوا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحمين يصهر به ما في بطنهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أزاور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حريق وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يؤذ فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك لي شيئا وطهر بيتي لقائفين والقائمين وأكع السجود وأذن في الناس للحج يأتوك رجابا وعلى كل ظامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منا فعلهم ويذكروا اسم الله في أيام علومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفطير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العديق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوتان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سخيق ذلك ومن يعظم شعائب الله فإنها من أقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم نهلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المفتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكر اسم الله عليها صواف فإذا وجدت جنوبها فكلوا منها وأضعموا القالع والمعذر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبر الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذفع فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد متمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكيد فتأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آبال يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصاء ولكن تعمل قلوب الذي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله عذاب وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وإزق كبين والذين سعوا في آياتنا معاجسين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبل كمر وسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضوه والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاط بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخلط له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين يكفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا صالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهيم والذين هاجوا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليعزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله له خير الرازقين فيدخئنهم مدخلا يرضونها وإن الله لعليم حليم ذلك ومنعطب بمثل ما عوقب به ثم بغ عليه لينصرنهم الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولش الليل في النهار ويولش النهار في الليل وأن الله سميع بسيط ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم ترى أن الله أنزى من السماء ما فتصبح الأرض مفضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله له الغني الحميد ألم تر أن الله سخى لكم ما في الأرض والكل تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس رفوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور بكل أمة جعلنا من سكنهم ناسق فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم بيع وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنقر يكادون يصطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبتس المصير يا أيها الناس ضعف مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطائب والمطلوب ما قدع الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع قصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا فعوا وسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون الله أكبر وجاهدوا في الله حق وجهاده هو اجتداكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيما وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ينقيم ثم جعلناه نقبة في قرار مكين ثم خلقنا النقبة علقة فخلقنا العلقة مبغة فخلقنا المبغة عظاما فكسون العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعتون ولقد خلقنا فوقكم سمع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخير وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخل من طول سينا تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإناكم في الأنعاب لعبرة نسقيكم مما في بقولها ولكم فيها ملافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفنك تحملون ولقد أرسلنا لوحا إلى قوله فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذي نفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن نتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائفة ما سمعنا بهذا في أباننا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربخوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن أصحي الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلق فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القوم منهم ولا تخاطبني في الذين ولموا إنهم مغربون فإذا سويت أنت ومن معت على الكل فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت غير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا له ابترين ثم أنشأنا من بعدهم قرن آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أردوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملو من قومه الذين كتروا وكذبوا بلقاء آخر وانترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرف مما تشرفون ولئي أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون أيها تهيها لما توعدون إن هي إلا حياة الدنيا يبوت ونحيا وما نحن بمبروتين إنه إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له برؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عنا قليل لا يصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غساء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرون آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأسبعنا بعضهم بعضهم وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون ومنئهم فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمنوا لأشعير مثلنا وقوم هما لنا عابدون فجذبوهما فكانوا من المفلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا من مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قار ومعين يا أيها رسل كلوا للطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم سبرا كل حزم بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى عين أيحسبون أن ما نردهم به من مال أبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أدوا قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون فالقلوبهم في غمرت من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا بطر فيهم بالعذاب إذا هم يجعرون لا تجعروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سابرا تهجرون أفهم يتبقوا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة فلجاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم فسد السماوات والأرض ومن فيهم بل أديناهم في ذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين فإنك لتبعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط للاكبون ولو رحمناهم وتشفنا أمابهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعمقون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استجانوا لربهم وما يتطرقون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبرسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئلة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله خلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قام الأولون قالوا أئذا مثنا وكنا ترابا وعظابا أئنا لبعثون فقد وعدنا نحن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون إلا قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السمع ورب المرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم نجاببون ما اتخذ الله من ولد وما كان بعده من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشبالة فتعالى عما يصفون قل رب إما تريني ما يعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما لعدهم لقادرون إذ بعد اللتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بها يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدكم الموت قال رب يرجعون لعني أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كيمة هو قائلها ومن وراءهم برزق إلى يوم يبعثون فإذا نبق بالصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن تقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين قسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون ألم تكن آياتي تدلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما قولين ربنا أخرجنا منها فإن عذنا فإنا غاربون قال افسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان بريق من عباد يقولون ربنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخيا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بها صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سرين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسألوا عن الدين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أن ما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب المرش الكريم ومن يدعما الله إلا أن آخر لا برهان لبوره فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفر الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفغرناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزالية والزالي فجلدوا كل واحد منهما بأجلة ولا تأخذكم ولا تأخذكم بهما رحة في دير الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المرمين الزالي لا ينكح إلا زالية أو مشركة والزالية لا ينكحها إلا زال أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم تبالين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأطلحوا فإن الله رفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لبنى الصادقين والخامسة أن لأهن الله عليه إن كان من الكاذبين ويدروا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لبنى الكاذبين والخامسة أن قضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفت عصفة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم مدس فمن الإفت والذي تولى جبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفتكم مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله بم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة يبسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بأنسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيلا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا مهدال عظيم يعظتم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبجي الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم أنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالخحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأترئ أولو الفضل منكم والسعف أن يؤتوه للقربة والمساقين والمهاجين في سبيل الله وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله أفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم أسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم إذن يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيدين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تكدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن ينقل لكم ارجعوا فارجعوه وأذكى لكم والله بما تعملون عليهم ليس عليكم دناحنا تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها مداع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للممين يغضوا من أبصائهم ويحفظوا فوجهم ذلك أزكالهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصائهم ويحفظن أوجهم ولا يبضين زينتهم إلا ما رها منها وليضربن بخمرهن على جيوبهم ولا يبضين زينتهم إلا لبعولتهم أو آبائهم أو آباء بعولتهم أو أبناءهم أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو نسائهم أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عوات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفق الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآدوهم مما لله الذي آتاكم ولا تقهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتلتروا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم وقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعرة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشهات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكر دري وقل من شجرة مباركة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أردنا الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عنه ويزيدهم من فضله والله يوزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراث بغيعة يحسبهم رمان ماء حتى إذا جاه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سبيع الحساب أو كظل ماته في بحر اللجي يرشاه موجه من فوقه موجه من فوقه من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكذي راها ومن لم يجعل إله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والضيوصات كل قد علم صلاة وتسبيح والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله كاما فترى الورق يخرج من خلاله وينزل للسماء من جبالها فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاب سنى برقه يذهب في الأبصار يقلب الله الليل والنار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كلنا هبة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلط الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراف مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأضعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكون لهم الحق يأتوا إليهم وذعمين أفي قلوبهم مرضون أم ارجابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم أي يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويكفي فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا طاعة معروفة قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حملوا عليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاب المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلف أنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لي لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول يعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولا بئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون فيابكم من الرهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوابون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آيات والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يوجون لكاحا فليس عليهم جناح فليس عليهم جناح أن يضعن فيابهن ويرم تبرجات بزيمة وأن يستعفتن خير لهم والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آمائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمانكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاسحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا بخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة ضيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنون إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فإذا لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوالا فليحظر الذين يخارفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلموا ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم سبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولله ولم يكن له شريف في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم فرا ولا نفا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفتوا افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهيتم لا عليه بقرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملكون فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون يا تتبعون إلا رجلا مشهورا وانظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء دعلك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك غفورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لما يكذب بالساعة سغيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانوا ضيقا مقرمين دعوه نالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبوا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الظلب التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول وأنتم أضللتم عبادي فيقول وأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أنهم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لما أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسلقا وكانوا قوما بورا فقد كلبواكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أن تصبرون وكان ربك بصيا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرب وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ للحق والرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعبض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ ثلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه قرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك وردلناه ترتيلا ولا يأدونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تصيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه حارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسول أضرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وتمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا لهم الأمثال وكلا انتبرنا تتبيرا ولقد آتوا على القرية التي أنطرت مطر السوف أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هذوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كان ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من ابتقد إلهه حواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقون إنهم إلا كالأنعام بل هم قضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فأنزلنا من السماء ماء طفورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكوا فأبا أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطعن كافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصفرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خاط السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن رحمن قالوا ومن رحمن أن اسجدوا لما تأمرنا وزادهم نفورا الله أكبر الله أكبر تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أتاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدن الله سيادهم حسنا فكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يدوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالنغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا حبلنا من أزوابنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاءكم فقد كذبتم فقد كذبتم فسوف يكونوا لزاما بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاطعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنهم عرقين أقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن يأتنوا قوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق بساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين فقررت منكم لما خفتكم فوهبني ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب أبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسدونين قال أولو فئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاف فإلهي تعبان مبين ونزع يده فإلهي بيطاء للناطرين قال للملأ حوله وإن هذا لساحر عليم يريد أن يخذكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وبعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحال عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوهم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون إن لنا ذأبرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملكون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آثن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحرة فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين طادونا ضيب إنا إلى ربنا مقربون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدابن حاشرين إن هؤلاء شردمة قليلون وإنهم لنا لوائرون فإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأسلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أرغنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واجل عليهم نبا إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاتفين قال هل يسمعونكم إذ تبعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم عدون لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسكين وإذا مردت فهو يشكين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب أبلي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا ترزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقذب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دور الله هل ينصرونكم أو ينكصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنوب إبنيس أجمعون قالوا وهم فيها يخصمون فالله إن كنا لفي طلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي إما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذيع مبين قالوا لإن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرشومين قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ولجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشهون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عادل المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود أنا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصارع لعلكم تخلدون وإذا بغشتم بغشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أو عفت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين وكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب الثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجريا إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيوم وزرع ونخل طلعها هضين وتنحتون من الجبال بيوتا فارين فاتقوا الله وأطيعون ولا تقيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصرحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأتر آية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعفروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتدرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لإن لم تنتهي لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عشوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فسامطر المنذين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصص المستقيم ولا تلخسوا الناس أشياء ولا تعتموا في الأرض مفسرين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحبين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذرين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الضلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين برسال عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعدابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزودون فلا تدعوا مع الله إلى أن آخر فتكون من المعذدين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بيء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يرىك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو سميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاق أثين يلقون السمع وأكثرهم كاببون وشعراء يتبعهم الغابون ألم أرى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي من قلب ينقربون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاف قبس لعلكم تصدون فلما شاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها فسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني ضفور رحيم وأبقل يدك في جيبك تخرج بيضار من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وويت سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوسعون حتى إذا أدوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحقمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحفا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشعر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والبي وأن أعمل صالحا ترضاه وأبثلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذب منه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكت غير بعيد فقال أحط بما لم تحق به وجئتك من سبج بنبئ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الله أكبر قال سننظر أصدقت أن كنت من الكاذبين اذهب لكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه باسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ألو قوة وألو بأس شديد والأمر إليك فانظري ما بات أمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدوني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون يرجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صافرون قال يا أيها الماء أيكم يأتيني بعوشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريد من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لطوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب ألا آتيك به قبل أن يرتد إليك ضرفك فلما رأاه مستقرا عنده قال هذا من قبل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شفر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها منقر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتين العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسبته رجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من طوالير قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإلاهم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة كسعة رأط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا نصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دموناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتفتون الفاحشة وأنتم تلصعون فإنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قوله إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريةكم إنهم هما سنين يتطهرون فأنجيناه أهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمقرنا عليهم مطرا فساء مطر المندرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى هل الله خير أم ما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حداء قدات بهجة ما جاء لكم أن تنبتوا شجرها أين هم مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خبالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أين هم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أين هم مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر فمن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أين هم مع الله تعالى الله عما يشكون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده فمن يرزقكم من السماء والأرض أين هم مع الله قل هاتوا فرها لكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إن الله وما يشعون أيها ليبعثون بل ادارت علمهم في الآخرة بل هم في شك منا بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمطرجون لقد وعدنا هذا نحو آباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير أولين انسئوا في الأرض فانظوا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولوا لبتا هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون رجفاكم بعض الذي تستعجبون وإن ربك لدو تطل على الناس ولكن أكثرهم لا يشهون وإن ربك لا يعلم ما تلكن صدورهم وما يؤمنون وما من رائمة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلكون فإنك لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم نتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع العوتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادع يرضى لهم إن تسمع إلا من يقل بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم يكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوسعون حتى إذا جاءوا قالا كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا يوطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مصر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفق في الصور فزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتمو داخلين وترى الجبال تحتفها جاملة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أفعل كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فيه خير منها وهم من فتن يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمدت أن أعبد ربها به البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمدت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدا فإنما يهتدي بنفسه ومن ضل فقل إنما هل من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتغرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعين يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيه لساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونبكناهم في الأرض ودري فرعون وهبان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليه وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكوناهم عدوا وحزنا إن فرعون وهبان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخله ولدا وهم لا يشعرون وأصبحت آدهم موسى فارغا إن كادت لتبذي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جدب وهم لا يشعرون فحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فقدرناه إلى أمه جيد قرعينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشبه واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين رفلة من أهلها فوجد فيها ودلين يقتتلال هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغرثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فركزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فوفر له إنه هو الغفور رحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يتوقف فإذا الذي استنصره بالأمس يستصيخه قال له موسى إنك لغري مبين فما أم أراد أن ينقش بالذي هو عدوه لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتل لي كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المفرحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملاء يهتمعون بك ليقتلوك قال يا موسى إن الملاء يهتمعون بك ليقتلوك فاخرج إنيك من الناصرين فطرج منها خائفا يتركب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توكه تلقاء مريل قال عسى ربي أن يهدي لي سواء السبيل ولما ورد ماء مريل وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونه امرأتين تدودان قال ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظلم فقال رب إني لما أنزلت أمين من خير فقير فجاءته إحناهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءهما قصت عليه القصص قال لا تخذ نجوت من القوم الظالمين قالت إحناهما يا أمد سأجره إن خير ما استأجرت القوث الأمين قال إني أريد أن أنكحة إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتمنت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق علي ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه والله على ما لكون وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار لأهله آلس من جار بالطور نارا قال لأهلهم كثوا قال لأهلهم كثوا إني آلست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جدوة من النار لعنكم تصطيون فلما أتى هالوني من شاطئ الواد أيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما وآها تهتزك أنها جان ولا مددرا ولم يعقل يا موسى أقبل ولا تقف إنك من الآمين واسلك يدك في جيدك تخرج بيضاء من غير سوء واضلم إليك جداحك من الرحب فذلك برهانا من ربك إلى كبعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قدلك منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أبصح مني رسالا فأرسله ما يريد أن يصدقني فأرسله ما يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سلشد عضلك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما في آياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بجنات قالوا ما هذا إلا سحر مفترا قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون مغو عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقدر إياها مال على الطير فأوقدر إياها مال على الطير فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا ظنه من الكاذبين واستكبره وجلوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجلوده فلبتناهم في اليم فانظر كيف كان عافلة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المطبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر الناس وهوثا ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا بتطاول عليهم العمر وما كنت تاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مغسبين وما كنت بجانب الغرب إذ ناتينا ولكن رحمة من ربك لكن برقوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءتوا الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفوا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحراء تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون قل فأشوا بكتاب من جنر الله هو أهدا منهما أترحه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك تعلم أنما يتبعون أبواءهم فمن تضلوا لما اتبع فواه بغيره من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله نسلمين أولئك يؤدون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حوما آمن أن يجبى إليه ثمارات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوايثين وما كان أرضك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يدلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيئا فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا ففرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورغوا العذاب لو أنهم كانوا يهددون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين عميد عليهم الأنباء يومئين فهم لا يتسانون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلقين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما دكن صدورهم وما يعلمون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سومدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سومدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدة فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فضغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن نفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفريخين وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة من هو أشد منه قوته وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئتي ينصونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدم لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلا معانا قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصد أنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تبع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هارك إلا وجهه كل شيء هارك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فثن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا أك وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغلي عن العالمين والذين آمنوا وعملوا صالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن يجاهدك لتشرك فيما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فتنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقولوا آمنا بالله فإذا أغذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء مصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شاء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم غالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة ودعلناها آية للعالمين وإبراهيم قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم منه كنتم تعلمون إننا تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فامتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يريد الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قلسئوا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله يميشئ النشرة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعلم من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتهم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ورقائه أولئك يأسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حربوه فأنجاء الله من النار إن في ذلك لآيات لقومه يؤمنون وقال إنما اتخرتم من دون الله أوذانا مودة بيركم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفو بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إنه مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم وعبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكثام وآتيناه أذره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوط إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحدهم من العالمين فإنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في نافيكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجي أنه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك وكانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القوية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد ترطنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله واردوا يوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقابون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكفروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرطنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخلوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإنا وهنا القيود لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأنفال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أدل ما أوحي إليك من الكتاب وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولكن الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إلى الأرتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطن وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بوتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاه العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تأملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوي أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل ورزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ما فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقنون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إلا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويرتحطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا فإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرق المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما أخلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السورة أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعبلوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولهم الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إلى أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لا آيات للعالمين ومن آياته ملامكم بالليل والنهار وبدواءكم من فضله إن في ذلك لا آيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ما أن فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لا آيات لقوم يتفكرون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إلى دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له طالتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رسقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين قيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينه وكانوا شيعا كل حسب بما لديهم فرحون وإذا مسل الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها فإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك آيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم ردقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين الطيب من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفر ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفنك بأمره ولتبدأوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحافا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسافا فجرى الودقى يخرج من خلاله فإلى أصاب به من يشاء من عباده إلى هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينسل عليهم من قبله لمبرسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن لأنك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا لي حنفر أو هم صرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيفة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقزم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يقفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطيون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون تصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقمون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهيم وإذا تدلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرى فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا صالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل داب وأنزلنا من السماء ماء فأنبثنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين وقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله ضني حميد وإذ قال لقمان لبنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهما على وهم وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تقعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم فقال حبة من خردل فتكن في صفاة فتكن في صفاة أو في السماوات أو في الأرض يأتي به الله إن الله مقيف خبيب يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهع المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال ففور وقصد في مشيك وقضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمي ألم تعو أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباقنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مريف وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفى فلا يحزن ككفه إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نفطرهم إلى عذاب غريق ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغمي الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر لما نفدت كرمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهى في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العري الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صفار شكور وإذا غشيهم موج كرظل لدعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل خطار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله خطه فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكشب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم أرف لان مين تنزيل الكتاب لا غير فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الفق من ربك لتنذر طوما لتنذر طوما ما أتاهم من نذير من قدرك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغير والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من مقين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه مروحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكّل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو طائد المجرمون ناكس رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فأجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجند والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا بكروا بها خروا سجدا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون فتجافى جنوبهم عن المضاشع يدعون ربهم خوفا وضمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولا يريقنهم من العذاب الأجنادون العذاب الأكثر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يقصد بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكيهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يعو أن مسوق الماء إلى الأرض الجرد فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبي في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أم هاتكم وما جعل أبعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقصر عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوالكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخوأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أم هاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبيين نتاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى المريم وأخذنا منهم نتاقا غريبا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا ذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زارت الأبصار وبلغت القلوب الحناشر وتغنون بالله الضيونا هناك بثلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم ما ضم ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال قائفة منهم يا أهل يسرق لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عوا وما هي بعوة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقبارها ثم سئلوا الفثنة لآتوها لآتوها وما تنبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسئولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا فإعلم الله المعوقين منكم والقائرين لإخوانهم هلوم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف وأيجهم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حدار أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبادكم ويو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرش الله لمن كان يرش الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدم الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما سادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان مفورا رحيما ورد الله الذين كفعوا بغيرهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذي مضامرهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقتف في قلوبهم الرعب فيقا تقتلون وتسرون فيقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تقعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكم وأسرحكم سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله ودار الآخرة فإن الله أعدل المحسنات منكم أجرا عظيما يا رساء النبي من يأت منكم بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب بحفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقلت منكم لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أدوها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا رساء النبي لستن كحد من النساء إل اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمعن في في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقلن في بيوتكن ولا تبرج نتبرج الجاهلية الأولى وقلن الصلاة وآثي الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويظهركم تظهرا قد كون ما يتلاهي بيوتكن من آيات الله والخدمة إن الله بكان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقالتين والقالتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشرين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمه ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيما وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك سوجك واستق الله وتخفي في نفسك ما الله مريه وتخشى الناس والله حقا تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا كفارك إذا يكون على المؤمنين حوج في أزواج أدعيانهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفرولا لا كان على النبي من حوج فيما فرض الله له سنة الله في الذي نقلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحنا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وقاتم النبي وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائفة ليفرجكم من الظلمات يندور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعدى لهم أدرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ودعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لبن الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمناسقين ودع ذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتموا بمؤمناتكم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهم من عدة تحتدونها فمتعوهن وسبحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أشلنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجعنا معك ومرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يسنكها خالصة لك من دون المؤمنين ودعنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرف وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتقوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جمع عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهم والله يعلم ما في قلوبكم فكان الله عليما حليما لا نحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حصلهن إلا ما بلكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بلوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا قعمتم فانتشروا ولا مستخدسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء إحجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما قال لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنجحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيم إن تبدوا شيئا أو تخطوض فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم في أبائهم ولا أبنائهم ولا إخوارهم ولا أبناء إخوارهم ولا أبناء أخواتهم ولا لسائهم ولا با ملكة أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شديدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة فأعد لهم عذابا مبينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا مهتانا وإكملوا بينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبراتك وإنساء المؤمنين يدني عليهم من جنابيبهم ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يؤذين وكان الله رفورا رحيما فإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجبون في المدينة لنقينك بهم لنقينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا فالعليم أينما ذكفوا أصدوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تتكون قريبا إن الله لعلى الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوبهم في النار يقولون يا ليس لا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءا فأطلون السبيلا ربنا آتهم ضعبين من العذاب والعنهم نعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا كالذين آبوا موسى فبره الله مما قالوا فكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأبالة على السماوات والأرض والجبار فأبينا أن يحفلناها فأبينا أن يحفلناها وأشحقنا منها وحملها الإنسان إنه كان غلوبا جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويكوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غكورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم القبير يعلم ما يُجُع في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعود فيها وهو الوحيم الوفوق وقال الذين كثروا لا تأثين الساعة قل بلى ورب لتأثننكم عائل الغيب لا يعزوا عنهم إطفال ذرة في السماوات ولا في القرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزئ الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من بجزء كليم ويرى الذين أوثوا العلم الذي أنتر إليك بربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبهكم إذا مزقتم كل مبزق إنكم لفي خلق جديد أفتعوا على الله كببا أن به جنة فلنذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شاء نحسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد مريب ولقد آتينا داول منا فضلني يا جبال أولي معه والطير وألنا لهم حديد أن اعمل سابقات وقدر في السرد وأعملوا صالحا إني بما تعملون بطير ويسليمان أبيح قدوها شهر ورواحها شهر واسل ما لبو عين القبر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن رب ومن يزغ منهم عن أمر لا نذقه من عذاب السمير يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفار كالكواب وكبور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على بوته إلا دابة الأرض تحكد من سادة فلما خرت بيات الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما ربثوا في العذاب المهين لقد كان لسبأ في مسجرهم آية جنتا لعي يمين وشمال كلوا من رزق ربكم أشكولة فلنة طيبة ورق رفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العريم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي ركل خمط ذواتي ركل خمط وأدل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا هل نجازه إلا الكفور وكعلنا بينهم وبين القرى التي ذركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفالنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث وبزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس رنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان لب عليهم من سلطان إلا لنبلم من يقفر بالآخوة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفير وإذا الذين سعمتم منه لله لا يملكون مثقال درة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شك وما له منهم من ظهير ولا تنفع شفاعة عنده إلا لمن أدلله حتى إذا فزعوا عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعابدا أو في طلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمعوا بيننا ربنا ثم يستحوا بيننا بالحق وهو الفتاح العظيم قل أولي الذين ألحقتم به شركاء كلا فلهو الله العزيز العظيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم يعاد يوم لا تستغفرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كذروا لن يؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترأي بظالمون موقوفون عند ربهم يرجعوا بعضهم إلى بعضهم القول يقول الذين استمعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استمعفوا ألحصدناكم عين هدى بعد إكتاءكم بل كنتم مجينين وقال الذين سمعفون الذين استكبروا بل مكر الليل والنهاي ادأوا لنا أن نكر بالله ونجعل له أنذاجا وسر النجامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين جفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قوية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعددين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا سلفاء إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معافزين أولئك في العذاب محقرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقولوا الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به المؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضرى ونقولوا الذين ظلموا ذوقوا عذاب النار الذي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفق مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدعسونها وما أرسلنا إليهم قريك من نبي وكذب الذين من قبلهم وما بلقوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إنه إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل شاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ تزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التنامش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطئ السماوات والأرض جاعل الملائكة رسولا جاعل الملائكة رسولا أري أجنحة مثنى وثلاثة وغباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعنة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تغفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا صالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكرم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نظفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسيه وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائب شراط وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طيا وتستخرجون حلية تلبسونها وتعال فلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشهون يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له المل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطميه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل قبيه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزوازرة وزر أخرى وإن تدعو مطلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغير وأقام الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يسأل الأعمى والقصير ولا الظلمات ولا النور ولا الضل ولا الحرور وما يسأل الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمعنا في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالغدنات والزبر وفي الكتاب المني ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكي ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال شدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والثواب والأنعاب مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلى لدي يرجون تشارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدني يدخلونها يحلمون فيها من أساور من ذهب ومؤلؤا ولباسهم فيها حري وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لقوب والذين كفرونه ناء جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصفرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غير السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند أرض إلا مغتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دور الله أروني أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعبوا الظالمون بعضهم بعضا إلا غورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزورا ولئن زالتا إن أنسكهما من أحد من بعده إنه كان حريما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبيلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولن يآخروا الله الماسى لما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراف مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقاء فهم مطمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أوسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا في ثابت فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنسى الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المدين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم ويمسنكم منا عذاب أليم قالوا غائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسركون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما بي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بقر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون إلى دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما قطار ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرور أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محروم وآية له الأرض الميتة أحييناها وقجلا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العنون ليأكلوا من دمره وما عبدت عيديهم أفلا يشكرون سبحانا الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية له الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مضيقون والشمس تجري لمستقر إما هذا لك تقدير العزيز العليم والقر قدرناه منازل حتى عادة العرجوم القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القرع والليل سابق النهار فكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذديتهم في الفلك المشعون وقلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن غيرهم فلا صيح لهم ولا هم ينقدون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها محرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رسقكم الله قال الذين جفروا قال الذين جفروا من الذين آمنوا فنطعم من لو يشاء الله فقعنه إن أنكم إلا في ضلال مبين ويقولون بدى هذا الوعد إن كنتم صادقين فينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصنون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فنهق في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعدنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم لا تغلب نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكبون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلامهم قولا من رب الرحيم وانتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إن نقولكم عدو مبين وألعبدوا لي هذا صراط مستقيم ولقد أطل منكم جبلا كثيرا أفهم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخطر على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجوهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء نطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فاستطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمده ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبلي له إنه إلا ذكر وقرآن مرين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا عنا خلقنا لهم من عاملت أيدينا أنعاما فهم لها ماركون ولللناها لهم فمنا ركوبهم ومنها يقتلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جنب مرضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من مقفة فإذا هو خصيم مبين وضام لنا مثلا ولسي خدقه قال من يحيي العظام وهي عمين قل نحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقلون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ما يكون كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم وصفات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذجرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواتب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى المنئ الأعلى والقدفون من كل جارب نحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطب الخطبة فأتبعه شهاب تاقب فاستفكهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازل بل عجلة ويسخرون وإذا ذكروا لا يبكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا مثلا وكنا ترابا وعظابا أإنا لمبعوتون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإن بالي سجرة واحدة خطاب ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم البصر الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراب جحيم وكفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هبوا اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض ليتساءلون قالوا إنكم كنتم تكتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا قمئين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذاعقون فأوريناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا يطيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء في الحق وصدق المرسلين إنكم لذاعق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلطين أولئك لهم رزق معلوم فواتن وذن نكرمون في جنات النظيم على سرور متقابلين يطاف عليهم بتأس من معين أيضا لدة الشاردين لا فيها قول ولا هم عنها ينسفون وعندهم قاصرات قرفعين كأنهن بيض مكنون فأقبى بعضهم على بعض يتساهلون قال قائل منهم إني كان لقيم يقول أئنك من المصدقين أئذا مثنا وكنا تراما وعظاما أئنا لمديرون قال هل أنتم مقرعون فاطلع فرآه في سماء جحيم قالت الله إن كتا لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا بوتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم مثل هذا بل أعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فسدا للظالمين إنها شجرة تخرج فيها صنجهين قالوا ها كأنه روس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البقون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن برجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم غالين فهم على آثائهم يغبرون ولقد ضلق لهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد لا دانا موح فلنعن المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا تذيتههم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على لوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عباد للمؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ما لا تعبدون أفتا آلية دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فلضى نظرة في النجور فقال إني سقيم فتولوا عنهم رفرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزكون قال أتعبدون ما تنحدون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنونه بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هفري من الصالحين فبشرناه بظلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام قال يا بني إني أرى في المنام أني أدفعك فوظر ماذا ترى قال يا أم تفعل ما كؤمر ستيبني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتلغوا للجميع قال ديناه عني يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا هو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين فبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وبارثنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريته ما محسن وظالب في أفسه مبين ولقد بلنا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهما فكانوهما الغالبين وآتيناهما الكتاب المستقيم وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إنياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم المؤمنين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه بالآخرين سلام على إنياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإنه قل من المرسلين إذ نجيناه أهله أجمعين إلا عجوها في الغابرين كم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم نفرحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبط إلى الفلك المشهون فساهم فكان من المدحضين فالفقمه الحوت وهو منين فلولا أنه كان من المسدحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقين وأنبثنا عليه شجرة من يقضين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصرف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين واجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاترين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الخالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بالذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كتاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أممشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا فيلم التي الآخرة إن هذا إلا اختلاق فأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خساء رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسداب جن ثم هناك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاب وتمود وقوم لوق وأصحاب الأيثة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجلنا قطنا قبل يوم الحساب يصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الكبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الفطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوأ المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصماني بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وقليل ماهم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وقر راكعا وأناب الله أكبر أغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسويهم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا صالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب اذعرض عليه بالعشي صافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارك بالحجاب ردوها علي تطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رقاء حيث أصاب والشياطين كل ذناء وغواص وآخرين مقرونين في الأصفاد هذا عطاؤنا فن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لسلفة وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادا ربه أني مسني الشيطان بنصف وعذاب اردو برحلك هذا مغتسل بارد وشعب ووهبنا له أهله ورث لهم معهم رحمة منا وذكرى أولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أقلصناهم بخارصة ذكر الدار وإنهم عندنا من المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وليسع وذلكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين حسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما تعدون ليوم الحساب إن هذا نبزغنا ما له من نفاد هذا وإن للقاطين لشر مآب شهنم يصنونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق فآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا قعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعبدهم من الأشرار أدخذناهم سخيا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لعق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهم العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أستكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعت أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عنادة منهم المخلصين قال فالفق والفق أقول لأملأن جهنن منك ومن من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد خين بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله سلفان إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يبتخذ ولد الأصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالفق يكوّر الليل على النهار ويكوّر النار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم شعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطوع أمهاتكم خلقا من بعد غلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصافون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزواسرة إزرى أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه مميبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل واجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفر فقليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آلاء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجره بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أولى المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دومه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطابوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفننحق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية مبنية تشري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حقاما إن في ذلك لذكرار أولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية في قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثانية أشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يغلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأداهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضردنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذيع وجل لعلهم يتقون ضاب الله مثلا رجلا فيه شبكاء متشافسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مسوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرم بأحسن الذي كانوا يعمدون أليس الله بكافر عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يغني الله فما له من هار ومن يهدي الله فما له من مبين أليس الله بعزيز تنتقون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات بره أو أرادني برحمتي هل هن كمسفات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اؤمنوا على مكاتكم إني عامل فسوف تعلمون لن يأتيه عذاب يخسيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتناف لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى أنفس حين موتها والتي لم تبت في منابها فيمسك التي قضى عليها الموت فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخى إلى أجر مسمى إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون أم اتقلوا من دون الله شفرا قل أولو كانوا لا يفركون شيئا ولا يعتمون قل لله الشفاعة جميع أنه ملك السماوات والأرض ثم إليه تنجعون وإذا دكر الله وحده شبازت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا دكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاضر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما قالوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله ماهون افتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسكون وبدى لهم سيئات ما كسبوا وحاقبهم ما كانوا به يستهفئون فإذا مس الإنسان طر بعالا ثم إذا قولناه إعمة منا قال إنما أوتيته على عب بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يرسط لفق من يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يقولون قل يا عبادي الذين أسعفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الظنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأريبوا إلى ربكم وأسعفوا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما تردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هدا لي لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءت آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوهم مسودة فليس في جهنم بثوى للمتكبرين ويلد الله الذين اتقوا بمفازتهم لا ينسوا سوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفضي الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبرك لئن أشرفت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وما قد الله حق قدره والأرض جميعا قدرته يوم القيامة والسماوات مضويات بيميره سبحانه وتعالى عما يشلكون ولفق في الصور بصعط من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم لفق فيه أخاف إله القيام ينظرون وأشرطت الأرض بمو ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشبجاء وقضي بينهم بالحق وهم لا يغلمون وغفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بها يفعلون وسيط الذي يكفروا إلى جهنم سمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنكها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم قالمين فيها فبئسة ولمتجبرين وسيط الذي اتقوا ربهم إلى الجنة ثمرا حتى إذا جاءوها وكتحت أبوابها وقال لهم خزاتها سلام عليكم قمتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فرعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب إلى الله العزيز العليم غافر الدم وقابه التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المقيم ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يرغوك تقلبهم في التناد كدبت قبلهم أولوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحظوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عطاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آبدوا رب لا وسع كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وفهم عذاب الجريم رب لا وأدخلهم جنات عدنه التي وعدتهم فمن صلح من آبائهم وأزواجهم ودرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهر السيئات ومن تقس السيئات يوم إذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا لنون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتذكرون قالوا ربنا أمت نثنتين وأحييت نثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل ما خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم إلى السماء رفقا وما يتذكر إلا من ينيب فدعوا الله مخلصين له الدين فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كيها الكافرون وفي عد وجاته العرش يلقي الروح من أمره يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يومهم بارز ولا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسب لا ظلما يوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآذفة للقلوب لدى الحلاج الكاغمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعجل وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظوا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوهم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله يواق ذلك لأنهم كانت تأتيهم وسلوهم بالبينات فكتروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ويقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقالوا فقالوا ساحر كذاب ألما جاءهم بالحق من ذنبها قالوا قتلوا أبلاء الذين آمنوا معه واستحيوا رساءهم وما قيل الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون لذروني أقتل موسى وليدعوا ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عفت بربي وربكم من كل متشدر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكوا كاذبا فأليه كذبه وإن يكوا صارقا يصركم فأعب الذي يعيدكم إن الله لا يهدي من هو مسرق كذاب يا قول لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاء قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قول إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاد مثل فأم قوم موح وعاد ودول والنذين من بعدهم وما الله يريد ظلما من أباد ويا قول إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مذبرين ما أكون من الله من عاصم ومن يضمن الله فما له من هاج ولقد جاءكم يوسف من قبل في البينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هاجقلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرق مرتاب الذين يجادئون في آيات الله بغير سلطاء أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يضبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابنري صرحا لعني أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك تزين لفرعون سوء عمله وصدع للسبيل وما كيد الفرعون إلا في تمام فقال الذي آمل يا قوم اتبعوا لأهدكم سبيلا وشاد يا قوم إنما هذه الحياة الظنيا متاع الحياة الظنيا متاع وإن الآفة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنتا وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكثر بالله وأشرك فيه ما ليس لي به غلم وألا أدعوكم إلى العزيز الوفار لا يرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين من أصحاب الوار فستذكروا لما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحقر آل برعون سوء العذاب النار العرض وعليها هدوا وعشيا ويوم تقوب الساعة أدخلوا آل برعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كن فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم كتأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصوا رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آدينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يشاهدون في آيات الله بغير سلطان أتاهم بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيح فليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوهني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لدو قبل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تخفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قراء والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوقا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميد فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيبون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا غلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبهسنة والمتكبرين اصبر إن وعد الله حقه فإنا نرينك بعض الذين عيدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون وقد أرسلنا رسلا من قدرك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هناك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الكلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يفسدون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فليحوا بما عندهم من العلم فليحوا بما عندهم من العلم وعقبهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله الذي قد خلت في عباده وخسرهنالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب قصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبيك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد استقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين وويل للمشركين الذين لا يؤدون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتغفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سماء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض فقال لها وللأرض اتيا قوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصافيح وحفظة ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعفة مثل صاعفة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أن لا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا وقالوا من أجد منا قوة أولم يعو أن الله الذي خلقهم هو أجد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات في أيام نحسات لنثيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخذى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحفوا العمى على الهدى فأخذتهم صارقة العذاب الهون بما كانوا يفسرون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوسعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنققنا الله الذي أنقق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستفرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولا تنظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي قلنتم بربكم أوداكم أوداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصدعوا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قناء فزينونهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجعلون وقال الذين كفروا ربنا أين الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأرجروا في الجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من رفوع الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا لي الله وعلم صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إذ فعذ التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي أمين وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حق عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نسغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله الذي غلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء أهتزت وغبت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباقل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجبيا لقالوا لولا فصلت آياته لقالوا لولا فصلت آياته أعجبي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وجفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وطروا وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاخترف فيهم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساءت عليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثبوات من أكنابها وما تحمل من أنتا ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء قالوا آلنا كما منا من شيء وظل عنهم ما كانوا لدعون من قبل وظلوا مالب من مخيص لا يسأل الإنسان من دعاء الخير وإن مسألوا الشر فيأوسوا قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء أمسكه ليقولن هذا لي وما أظن ساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي من تقول الحسنا فلننبئن الذين كثوا بما عدل ولنذيقنهم من عذاب غليل فإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ولا بجانبه وإذا بسه الشر فذو دعاء عليق قل أرأيتم إن كان بمعن بالله ثم كفرتم به من أضل من من وفي شقاق ميد سنريه الآيات لا في الآفات وفي أنفسهم حتى يتبدن لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شديد ألا إنه في مذيق من لطاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم حميم عن سنقاف كذلك يحييك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم كهو ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من توقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليه قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا عيب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة وذاكي يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من وليهم ولا نطير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولد وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فما اختلفتم فيه من شيء فحكروا إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلتم إليه أليم فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنفعام أزواجا يدرأكم فيه ليس كمذنه شيء وهو السميع البصير له مقاريب السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شعلكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراليم وموسى وعيسى أن تقيم الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريب ولا تفرقوا إلا من بحي ما جاءه العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى نقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شيء من مريب فلذلك فدعوا اسحقين كما أمرت ولا تتبع أهواءهم فقل آمنت بما أنزل الله من الكتاب فهمت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيبهم حجتهم داخضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميسان وما يديد أعل الساعة طيب يستعجر بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون بالساعة لفي ضلال مريد الله نظيف برماده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نبتهي منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم يا الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روطات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في طربا ومن يقترب حسنة نزد له فيها حسنا إن الله رفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشه الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذاب الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السجئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لفقوا في الأرض ولا فيه ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بطير وهو الذي ينزل الغيد من بعد ما قلقوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من تابة وهو على جرهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كتبت أيديكم ويعقوا عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ورز ولا نطير ومن آياته الجوار في البحر كالأعنام إن يشأ يسكن الريح فيضللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعقوا عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم محيص فما أوتيتم من شيء ففتاعوا الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجربون كبائر الإثم والفواشش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شرى بينهم ومما عزقناهم منفقون والذين إذا أصارهم البغن هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأدوه على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأؤلاء كما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يغلل الناب فما له من ونز من بعده وترى الظالمين لن نرأوا العذاب يقولون هل إلى بعد من سبيل وترى هم يعرضون عليها خاشعين من الدل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهدئهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يغلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم ما رد له إلى الله ما لكم من منجئ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حكيرا إن عليك إلا البلاو وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرع بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور بالله ملك السباوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناتا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذقرا وإناتا ويفعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشا أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء إجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإبنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تجري من كتاب ولا الإيمان ولكن جعلنا ظنورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تحقيرون وإنه في أم الكتاب لدينا العريض حكيم أفنقرب عنكم الفكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهم العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الكنك والأمعار ما تركبون لتسفو على أموره ثم تكتروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بناته وأصفاكم بالبرين وإذا بشر أحدهم بما غاب الرحمن مثلا ظن وجره مسودا وهو تظين أولن ينشأ بالحية وهو في الخصاب غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إذا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يفرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون قال أولو لئتكم بأهداف ما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به جافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني فراء مما تعبدون إلا الذي فضرني فإنه سيهدين وجعلها تلمة باقية في عقبه لعلهم يعجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سح وإنا بي كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا صفريا ورحمة ربك خير مما يجنعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يقهرون لبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وسخرفا وإن كل ذلك لما نتاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريم وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويفسبون أنهم مهتدون حتى إذا شاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن لك فإنا منهم منتقمون أو نري أنك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي روحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دور الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون ومائه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر دعو لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك صوادي الأنهار تجري من تحته أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يرين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسكونا انتقمنا منهم فأضاقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضيب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدا بل هم قوم خصمون إنه إلا عبد أنعنا عليه وجعلناه مثلا لذلي إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم ولأبين لكم بعض الذين اختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينضون إلا الساعة أن تأتيهم بغتدا وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين يا عباد ما غوف عليكم اليوم ولا أنتم تحسنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون يطاف عليهم بشحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي قولتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبرسون وما ظلمناهم ولكن كانوهم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم فلا ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يفوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دوره الشفاعة إلا من شهد في الحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون أصفح عنهم وكل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السنيع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فأتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغش الناس هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلقان مبين وإني عثت بربي وربكم أن ترجمون وإن لن تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر هو أن إنهم جند مغرقون فانتركوا من جنات وعيون وسرع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منطين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاريا من المسردين ولقد اخترناهم على علم على العالمين فآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما داعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثير كالمهل يغلي في البطون كغلي الحمين كذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمين زق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سنتس وإستباق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور نعين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوس العظيم فإنما يسرناه بلسالك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم حمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض آيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقلون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء الرزق فأحيا به الأرض بعد موتها فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك للحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسروا شيئا ولا نتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشهرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك آيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يأسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء عليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكذاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فنختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس ومذن ورحمة لقوم يوقنون أم حسد الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا صالحات سواء نحياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض للحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا غير فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة شافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينقق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجينين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة ناريب فيها قلتم ما ندري مساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدأ لهم سيئات ما عبروا وحاطبهم ما كانوا به يستهزكون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزما وقردكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم حبيم ننزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجر مسمى والذين كفروا عما أنذروا عظون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أمنهم جر في السماوات ليتوني بكتاب من قبل هذا أو أثاوة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستقيب له إلى يوم القيامة وهم عن درائهم الغافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أحداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتنا عليهم آيات لا بزينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا ذكر مبين أم يقولون افترى قل إن افتعيتهم فلا تمدون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيقون فيه كفى به جهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن هتبعوا إلا ما نحاء له وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد جاهد وشهد جاهد من بني إسرائيل على مثله فآمر وستدفرتم إن الله لا يهدل قوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهددوا به فسيقولون هذا إفق قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا بشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقابوا فلا خوط عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسالا حملته أمهه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ شده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني رب أوزعني أن أشكر نعمة كلتي أنعمت علي وعلى والدي وأم أعمل صالحا ترضى وأصلشني في ذريتي وأصلشني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وحد الصدق الذي كانوا يعدون والذي قال لوالدي أفل لكما أتركاني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيتا لله ويلة آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الكن والإنس إنهم كانوا قاسرين ولكل درجات مما منوا ويوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم العوض الذين كتروا على النار يذهبتم قد باتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذابا هو بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تبسقون قال فرأخا عادم إذ أنذر قومه من أحقاق وقد خلت النبر من بين يده ومن قلبه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأخنا بما تهدنا إن كنتم من الصادقين قال إن ملغل عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضا مستقبل أوتيتهم قالوا هذا عائض ممطرنا فل هو ما استعجلكم به ريح فيها عذاب أليم تجمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزل قوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إذ مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئلة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئلتهم من شيء إذ كانوا يجحفوا بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستفزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصربوا الذين اتخذوا من ذور الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك لفع من الجن يستبعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قل يولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قوم لا إنا سمعنا كتابا منذرا بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قوم لا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجدكم من عذاب النريم ومن لا يجب داعي الله فليس بيعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يحيى بخلقهن بطادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أصبر كما طبر أول العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يعلون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهنك إلا القوم الفاسخون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدقوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصائحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سجئاتهم وأصلح باتهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أذخلتموهم فشبوا الوثاق فشبوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن يدلوا بعض الكمب بعد والذين قتلوا في سبيل الله فإن يبنوا أعمالهم سيهديهم ونصرح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتحسن لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم جرهوا ما أنهل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم جمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله بون الذين آمنوا وأن الكافرين لا بونها لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنهام والنار مثوى لهم فكأي من قرية هي أشد قوة من قرية التي أخرجت كأهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بكرة من ربه كمن سجن أبو سوق عمره واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي يعد المتطون فيها أنهار من ماء غير آسين وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من قمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمار ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وثقوا ماء حبيبا فقطع أمعاءهم فمنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا من الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا سادهم هدى وآتاهم تقواهم أهل ينظون إلا ساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأناهم إذا جاءتهم ذكراهم فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المرشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول مبروث فإذا عزم الأمر فلو فلقوا الله لكاء خيرا لهم فهل عسيكم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم مائك الذين لعنهم الله فأصنهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبيل لهم الهدى الشيطان سوبل لهم وأم لا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين ترهوا ما نسأل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما تسخط الله وكرهوا إضوانهم فأحفق أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرضوا أن يخرج الله أضوانهم ولولا شاءوا لأريناكهم فأعرفتهم بسيهاب ولتعرفنهم في رحل القول فالله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى أعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاءوا الرسول من بعد ما تبيل لهم الهدى من بعد ما تبيل لهم الهدى لن يقروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم فاتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهلوا وتدعوا إلى السلم وأنتوا الأعلمون والله ماكم ولن يفركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا يارب وله وإن تؤمنوا وتدقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أبوالكم إن يسألكم ما فيحفكم تبقلوا ويخرج أضوالكم هأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبقل ومن يبقل فإنما يبقل عن نفسه والله الغلي وأنتم الفقاء وإن تتولوا يستدل القوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبيلا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما فينصرك الله نصرا عزيزا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأبناء خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين من الله ظن السوء عليهم دائرة السوء ورضب الله عليهم ونعلم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا فإله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شهدا ومبشرا ولذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعسره وتوتره وتسبحه قطرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديه فمن لك فإنما ينكث على لفسه ومن أوثى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر ألا يقولون بألسلتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضررا أو أراد بكم نفعا من كان الله بما تعملون خبيرا بل ولنتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وقلنتم غن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سغيرا وإلا يملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا ورحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغالما تأخذوا ما درون لا نتبعكم يريدون أن يمثلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدون لا بل كانوا لا يفقبون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم مريبس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل نعددكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج أرج ولا على المريض حرج فمن يضي الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأدنار فمن يدولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ومن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرار والهدي معكوفا أن يبلغ محلا ولولا رجال مؤمنون ومساء مؤمنات لم تعلموهم لم تعلموهم أن قطعوهم فتصيبكم منهم عرة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينون عذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كيمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في الدوراه ومثلهم في الإنجيل كسرع أخرج شرأه فآزره فاستغنط فاستغنط فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا صالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهرونه بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يقضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين انتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بشهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعردتم ولكن الله حذب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وتره إليكم الكفر والفسوق والعسيان أولئك هم الراشدون فضلا لله ونعمه والله عليم حكيم وإن قائفتان من المؤمنين اقتدلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقابلوا التي تبغي فقابلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أنب الله فإن فاتت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسقوا إن الله يحب المقسقين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسحر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابسوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وفعلناكم وفعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عظيم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يمتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يغتابوا وجاهدوا بأموابهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا درابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفير بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى بكل عبد منيد ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جناد وحب الفصيد والنخل باسق وفلها قلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسل وتمود وعاد وفرعون وإخوان نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب رسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق شديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حذر الوليد إذ يتبقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم المعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشتنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفاء عليد منع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إله آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أضغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل انت نأت وتقول وتقول هل من مزيد وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بغشا فنقطبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شديد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدباء السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة للحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصيد يوم تشطط الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بشبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم والداريات ذوا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسنات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين واقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يغفك عنه من أفك قتل الخرواصون الذين هم في غمات ساهون يسهلون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون ثوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعفلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وفي الأسحار هم يستغفرون وفي أموابهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فوعد بالسماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل آتاك حديث ضيف إبراهين المقامين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منفرون فراغ إلى أهليه فجاء بعجل سنين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجز منهم خيفة قالوا لا تخف وبشرواه بغلام عليم فأقبلت امرأته في شرة فصدت وجهها وقالت وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين نرسل عليهم حجارة من قيم مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يقافون العذاب الأليم ففي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أول جنون فأخذناه وجنوده فلبتناهم في اليمم وهو المليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تدعوا من شيء أتت عليه إلا جعلته كرميم وفي ثمود إذ دين لهم تمتعوا حتى أفين أعتوا عن أمر ربهم فأقدتهم الصالقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيامهم وما كانوا منتظرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بليناها بأيدي وإنا لكوسعون والأرض فرشناها فرعما ماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أدى الذين من قبرهم من رسول إلا قالوا سافر أو مجرون أتواقوا به بل هم قوم طابون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعدلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسطف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تبور السماء مورى وتسير الجبال سيرى فويلوا يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسح هذا أم أنتم لا تبصرون يصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونوين فاكهين بما آداهم ربهم ووقاهم ربهم عذابا جئين كلوا واشعبوا هنيا بما كنتم تعملون متكهين على سرور مصحوفة وزوجناهم بحويرين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألثناهم وما ألثناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمتدناهم بفاكهة ولحم مما يشتغون يتنازعون فيها تأسر لا لقم فيها ولا تأثين ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لخلق مكمون وأقبل بعضهم على بعض يتزاءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشتقين فمن الله علينا وقال عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت من إعمة ربك بكاهر ولا مجنون أم يقولون شاغر إن تربص به ريب المدون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أنهم قوم طابون أم يقولون تقوله فلا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا فارقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائم ربك أم هم المفيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتنوا سمعهم بسلطان مبين أم له البلد ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مقرب مفقنون أم عندهم الغيب فهم يكبون أم يريدون كيدا فالذين كفروهم المكيبون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم فدرهم حتى يلاكوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يؤني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولا كن أكثرهم لا يعلمون واصبق لحكم ربك فإنك بأعجلها وسبش بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبشه وإذبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم فالنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد قوى دو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دلى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدلى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زار البصر وما طرى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى وملاك الثالثة الأخرى ألكم اتذكروا له الأنفى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسفاء سميتموها سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى فكم من ملك في السماوات لا تؤني شفاعتهم شيئا لا تؤني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يحذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون في الآخرة لا يسمون الملائكة تسفية أنتا وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يؤني من الحك شيئا فأعظا من تغلى عن ذكرها ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بما ظل عن سبيله وهو أعلم بما اددى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كمائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنتم في بطول أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما لتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغير فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة مزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نقبة إذا تغنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأغنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهل جعادي الأولى ودمون فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطرى والمؤتك تأبوا فرشاها ما رشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أسفة الآسفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديد تعجبون وتضحكون ولا تبقون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة أن شق القمر وإن يروا آية يحيظ ويقولوا سشر مستمر وكذبوا واتذبوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بارغة فما تغن النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتجر مهضرين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عزي كذبت قبلهم قولهم فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانقصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهم وفجرنا الأرض عجوما فالتقى الماء على أمر قد قدير وحملناه على ذات ألواح ودفر تجري بأعجلنا جزاء لمن كان كثير ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم بيحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل قريب فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعظوا إنا إذا لفي ضلال وسعور أقول قياد بكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا وللجذاب الأشر إنا مرسلوا الناقة فسنة لهم فارتقلهم وصفر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شر محتضر فلادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كنكيم المحقظر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل نوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوا عن ضيبه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد ضبهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءكم في الظمر أم يقولون نحن جميع منتصر سيغزم الجمع ويولون التبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجودهم ذوقوا ما السسقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمف بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وتبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند بيك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسنان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخور وخلق الجن نمازل من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرة البحرين يلتغيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنخرج لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلقان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواغ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة جدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يطرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان دواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا لتجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان مبتكئين على فرش بطائلها من استبرق وشن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرة الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا للضغاقتان فيهما فاكهة ونخلوا وهمان فيهن خيرات حسان حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاببة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض وجاء وبست الجبال بسام فكانت هباء مبثام وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشتمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون لأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزكون وفاكهة مما يتخيرون ونحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلء المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود ومال مسهود وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة وقرش مربوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عوبا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مطعفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالبون منها البطون فشارفون عليه من الحميم فشارفون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين وما نحن بمسبوقين على أن مبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزابعون لو نشاء لجعلناه حقاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المسن أم نحن المنزمون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشهرون أفرأيتم النار الذي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمطوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنقرون ونحن أضرب إليه منكم ولا فلا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين روح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضلين فنزل من حميم وتصرية جحين إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملق السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قديم هو الأول والآخر والظاهر والباقل وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم سوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملق السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرغوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وقل له وعظ الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعانوهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا منظرون نقترس من نوركم قيل رجعوا الله فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وأوتدتم وغردكم الأمان حتى جاء أم الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفهوا مأواكم النار هي مولاكم وبتس المصير ألم يأني للذين آمنوا أن تفشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الأرض ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقسد قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها فدبينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرب الله قربا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفا نباته ثم يهيج فتران مصران ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله وربوان وما الحياة الدنيا إلا متاع القرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن برأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تفسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختار فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الأميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصة وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإقاهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسر المريم وقفينا بعيسر المريم وآتيناه الإنجيل واجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلا بفضاء بضوان الله فما رأوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تنشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادل تهفي زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تآورتما إن الله سميع مصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولد لهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزوع وإن الله لعطبهم غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فتحرير رقبة من قبل أن يدماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون قبير فمن لم يجد فطياب شهوين متتابعين قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعاب ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أمين إن الذين يحاجون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بهنات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعده الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاب الله ورسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سالسهم ولا أجلا من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر أن الذين يهووا عن النجوى ثم يعولون لما دموا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوا فحيوك بما يبيحين بالله ويقولون في أنفسهم لما يعذبون الله بما نقول حسبهم جهنم يطلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تلاجيتم فلا تتناجعوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجعوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان يحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسشوا في المجالس فافسحوا يفسع الله لكم وإذا قيل انشثوا فانشثوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون قبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجوات صدقة ذلك خير لكم وأظهر فإن لم تجدوا فإن الله رفورا رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجوات صدقات فإذ لم تفعلوا وذاب الله عليكم فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا أو من رضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحبقون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتقدوا أيمالهم جنة فصدقوا عن سبيل الله فلهم عذاب مدين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها قابدون يوم جمعتهم الله جميعا فيحلفون لهم كما يحلفون لهم ويحسبون ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حسب الشيطان ألا إن حسب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله وعسونه أولئك في الأذنين كتب الله لأغلبن أنا وعسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حسب الله ألا إن حسب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذي يكفر من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر فاغلنتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مالعنهم رسولهم من الله فأتابوا الله من حيث لم يحتسبوا وقدم في قلوبهم الرعب يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لأعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن شاق الله فإن الله شديد الرقاب ما قطعتم من ليلة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا يكاب ولكن الله يسلط رسله ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل نقرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وبالسبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما لهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد الرقاب في التقراء المهاجرين الذين أخيهوا من ديارهم وأموابهم يبدأون فضلا من الله ورقوانا وينصرون الله ورسوله أولئته الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويرثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصافا ومن يوقش حنفسه فأناكهم المبلعون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان للذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذي يكفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نضيع فيكم أحدا أبدا وإن قوترتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لإن نخرجوا لا يخرجون معهم ولإن قوترون لا ينصرونهم ولإن نصرهم ليولن الأدبار كمهم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قول لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرن حصلة أو من وراء جذر بأسهم بينهم شديد أحسنهم جميعا وقلوبهم شتى ذائد بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا بالأمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والفوض نفسهم ما قدمت لقدموا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين يسلوا فأنساهم أن كتب أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أم أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضيبها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشيطون هو الله الخالق البارئ المصفر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عقبي وعقوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقال كفروا بما جاءكم من الحق يطيجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي والتقاء مرضاتي تسروا ليهم بالمودة وأعلموا بما أخفيتم وما أعمنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يتقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسكوا إليكم أيديا وألسنتكم بسوء وقدوا له تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد قالت لكم غسوة حزرة في إبراهيم والذين مادوا إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك ألبنا وإليك المصير ربنا لا تفعلنا فتنة للذين كفروا واغفئ لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد قال لكم فيهم أسوة حسرة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغلي الحمير عسى الله أن يجعى بينكم وبيل الذين عاديكم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقادلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبغوهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَةٍ فَمْ تَجِلُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَارِهِمْ فَإِنْ عَيْمْتُمُوهُنَّ مُؤْيَادٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهما أنفقوا ولا يناح عليكم أن تنكحوهما إذا آتيتموهما أجورهم ولا تنسكوا برصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عريم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبكم فآتوا الذين ذنبت أزواجهم مثلما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات نبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزرين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بمهتار يفترينه بين أيديهن وأرقلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهم الله إن الله رفوع رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما رضي الله عليهم قد يأسوا من الآخرة أما يأس الكفار من أصحاب القبور بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتل من الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله ربما كأنهم بنيان مرسوس وإذ قال موسى لقومه يا قومي لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاؤ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مغيب يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما فين يدي من الزورات ومبشرا برسول يأتي من بعد سنبو أحمد فلما جاءهم بالبجمات قالوا هذا فحر مبين فمن أغلب من نرف على الله الكذب وهو يدعى إلى التسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون أن يطفئون الله بأكوانهم والله متم نوره ولو كيها الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كيها المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أذلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجادلون في سبيل الله بأبوالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساتر طيبة في جنات عدل ذلك الفوس العظيم وأخرى تحبون ما لصم لله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كنوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم للحوالي من أنصاري إلى الله قال الحواليون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظامرين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك الخدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويسكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك قبل الله يؤتيه من يشاء والله ذو القبل العظيم مثل الذين حملوا التوعات ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن سعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس إن سعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ودعوا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتبوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوة فضوا إليها وتركوك قائما كل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جندا فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فضب على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاداهم الله أنا يغفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو وم رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لن تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي قوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائم السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأدل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قدر أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجر قيد فأصدق وأكم من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض للحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم في البينات فقالوا أبشر يهدوننا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغل الله والله غري حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه والله بما تعملون خبيه يوم يجنعكم ليوم الجمع ذلك يوم التقاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكثر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وجذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبكس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليتم فإننا على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكي المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إننا أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوقشح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقربوا الله قرضا حسنا يغاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عارم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا قلقتم النساء فقلقوهن لعدتهن وأحصل عدة باتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعن الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا دوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسده ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله ذالق أمره قد اجعل الله لكل شيء قدرا واللائي إسن من المحيض من نسائكم إذ ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى ذلك أمر الله أنسله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث ستنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروه وإن تعازوتم فسترضع له أخرى لينفق ذوسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من طرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نقرا فداقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها قسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتنو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثله يتنزل الأمر بينهن لتعلموا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي موضات أزواجك تبتغي موضات أزواجك والله وفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صرت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن قلق كن أن يبدله أزواجا خيرا منكم مسلمات مسلمات مؤمنات قامتات تائبات عابدات سائحات سائحات تيدات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شتاد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكثر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي شاهد الكفار والمنافقين واغلط عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بني عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومغي مدنة عمانا التي أحسنت فرجها فنفخنا فيهم روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الرفوع الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خثير ولقد زينا السماء الدنيا بمصاريح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شميقا وهي تفوق تكاد التميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم قزلتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمعوا أو نعقلوا ما كنا في أصحاب السمير اعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السمير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير فأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بداية الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض دولا فمشو في هلاك بها وكلوا من رسه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يرسم لكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء أن يرسم عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضوا ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في روح أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسد رزقه فلجوا في عدو ونفور أفمن ينشي مذبا على وجهه أهداء من ينشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئلة قليلا ما تشكرون قل هو الذي نرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنبير مبين فلما رأوه سلفة سيئة وجوه الذي نكفر وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلموا لمن هو في طلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بها إن ممين بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بمعمة ربك بمجنون وإنك لهجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون في أيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمبتدين فلا تطع المكذبين وده لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين أماز مشاء بنميم فالناع للخير معتد أثين عطل بعد ذلك سليم أن كان ذا مال وبني إذا تتنا عليه آياتنا قال أساقير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمن ما مصرحين ولا يستثنون فضع فعيها طائف من ربك وهم دائمون فأصبحت كسفين فدماجوا أصبحين أن ابدوا على حرثكم إن كنتم صائمين فانطلقوا وهم لتفعفتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وقدوا على حرث قادرين فلما رأوها قالوا إنا لغاللون بل نحن محرومون قال أوسقهم ألم أكن لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاون قالوا يا ويلنا إنا كنا قائمين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفلجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بابغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سنهم أيهم بذلك زمين أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين كون يكشف عن ساكن ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهبهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذوي ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمني لهم إن جيد المدين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مفطلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكنك صاحب يحوط إذ نأدا وذو مكذوم لولا أن تداوته نعمة من ربه لنبه بالعراء وذو مكذوم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن كادوا الذين كفروا ليسلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لنجنون وما هو إلا فكر للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصة عادية سخرها عليهم سبع ليال وثمائية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاءت العون ومن قبلهم المؤتبتات بالخاطئة فعصوا رسول وابهم فأخذهم أخذتا رابية إنا لما طول ماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أدن واعية فإذا نهخ مصر نفرة واحدة وحرمت الأرض والجبال فتكتا تكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ وانية والملك على أرجائها ويحفل عرش ربك فوقهم يومئذ تمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيميله فيقول ها أبقرأوا كتابها إني ظلنت أني ملاطي حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوطها جانية كلوا واشربوا هريئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليت لي لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليت ها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلت عني سلطانية قلوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون جرعا فاسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم ما بناحبين ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول وسوم كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كامر قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم يقطعنا منه الوثين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين فإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع إن كافرين ليس له دافع من الله للمعارج تعود الملائكة وروح إليه فيهم إن كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبق صنوا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونواه قريبا يوم تكون السماء كالمه وتكون الجبال كالعهم ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجيب أو يفتدي من عذاب يومئذ ببني وصاحبته واخيه وبصيرته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم من فيه كلا إنها لضى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمعة أوعى إن الإنسان خلقها لوعى إذا بسبوا الشر جدوعا وإذا بسبوا الخير منوعا إلا المصليين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أدوانهم حق معلوم بالسائر والمحروم والذين يفدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير معنون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملونين فبن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمالاتهم وعهدهم رانون والذين هم بشهاداتهم قائلون والذين هم على صلاتهم نحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كثروا قبلك نفطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كله بإنهم أن يدخل جنة نبين كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغاير إنا لقادرون على أن مبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين أذرهم يخربوا ويلعبوا حتى ينافوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجناف سراعا كأنهم إلى مصف يوفقون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اللوم الذي كانوا نوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين فنعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فعرا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسم السماء عليكم مدرا ويمددكم بأبوال وبين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبدكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسبقوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوا لي واتبعوا من لم يزله مالهما ولده إلا خسارا ومتروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آليتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون المال أنصارا وقال نوح ربنا تذر على الأرض من الكافرين جيارا إنك إن تذرهم يمنه عبادك ولا يردوا إلا فاجرا كفارا رب الخر وروالدك ولمن دخل بيتي مؤمنين والمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا كبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفهم من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى رشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شرطا وأننا ظننا أن لن تقون الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم راقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأننا كنا نقعد منها مقاعدا للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا وصدا وأننا لا نذي أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأننا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا ضرائط قددا وأننا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرما وأننا لما سمعنا الهدى آمنا به فنن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأننا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأمائك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسطيناهم ما أنغدق لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضروا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يقهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أدمكوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المهزن بلكم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أوسد عليه ورتد القرآن تغتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد ورأى وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وقيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هدوا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا بصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخدا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفقروا به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وضائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثركم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والوجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير برني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وذلين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أم أزيد كلام إنه كان لآياتنا عنيدا سأغهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدرك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يغل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم شنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والغمر والليل إذ أجبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما ساكتهم في سفر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نقوض مع الفائضين وكنا مكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شباعة الشافعين فما لهم على التذكرة معيضين كأنهم حمر مستنفرة فروت من قسورة بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهم المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيخسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليكجر أمامه يسأل أيام يوم القيامة فإذا بيق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر لل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقية وقيل من قراق وظن أنه الفراق والكفة الساق بساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتنطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يدرك سدا ألم يكن مطفة من من يمنا ثم كان علقة فخلق فسوا فاجعل منه الزوجين الذكى والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من مطفة أمشاب نبتلي فجعلناه سميعا قصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مساجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها كثيرا يوفون بالنذر ويغافون يوما كان شرره مستقيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريرا أوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نطرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك ما يرون فيها جمسا ولا زماريرا ودانية عليهم طلالها وذللت حقوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت حواريرا حواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسخون فيها كأسا كان مساجها زنجليلا عينا فيها تسمى سلسليلا ويطوف عليهم ويدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منذورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عاليك القرآن تنزيلا أصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلة طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويدعون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء تقضى إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو مذرا إنما دوعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء قرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل قفقت لأي يوم أجيت ليوم الفصل وما أبرات ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل للمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسطيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل في ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها تغني بشار كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم القصر جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجذ المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كنوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون أرد النبع الحظيم الذي هم فيه مختلفون كالناس يعلمون ثم كالناس يعلمون ألم نجعل الأرض بهذا والجبال أغذانا وطلقناهم أسواجا وجعلنا يومكم سبادا وجعلنا الليه رباسا وجعلنا النار معاشا وبنينا ثوقه سبعا شدادا وجعلنا سراجا مهفاجا وننسلنا من المصرات ما أنتتاجا لنخرج به حكما ولبادا وجنات ألفافا إن يوم الفصد كان ميقادا يوم يومه بالصويف تأتون أسواجا وفكحت السماء فكانت أبوابا وسفر في الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مهافا لابتين فيها فحقابا لا يدوبون فيها مرده ولا شرابا إلا حبيبا ورساقا جزاء كتابا إنهم كانوا لا يردون حسابا وكذبوا فيها يا جلا كتابا وكل شيء أحصي لا كتابا فتوقوا فلن نسي لكم فيها عذابا إن للمتقين مبازا حنائق وحنابا وكوارب أترابا وتخزر بهاقا لا يسمعون فيها لغا ولا كتابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يفتون فيه مفطابا يوم يقوم الروح والبلائكة بل لا يتكلهون إلا من كذل له الرحمن وقال ضوابا ذلك اليوم الحق فمن جاء اتقد إلى ربه مهابا إنا أنذرناكم عذابا طيبا يوم ينظر المرض ما قدمت يدا يوم ينظر المرض ما قدمت يدا ويقول الكافر ما ليس ليس تدرانا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات أشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا والمهدفرات أمرى يوم ترجط الواجفة تتبعها الواجفة قلوب يومه واجفة ألصارها قاشعة تقولون أهنا لمردودون في الحافرة فإذا كنا غضا من نفرة قالوا ذلك إذا جرة قاسرة فإنما إلى سجرة واحدة فإذا كن بالساهرة ألأتاك حديث مزا إذنا دام ربه بالوالد وقد تثقوا اذهب إلى فرحون إن نطرى فقل هل لك إلى أن تسكى فأهديك إلى ربك تدرشى فأواه الآية الكبرى فكتب وعصا كما أجبر يسعى فعصر فنالا فقال يا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآثرة والأولى إن في ذلك العبرة لفن يخشى أنتم أشدوا قلقا أم السماء بناها وفع سمتها كسواها وأغضش لها وأخرج رحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماها وبرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنهامكم فإذا جاءت الطوامة الأبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرز الجحيم لمن يرى فأما من ضغوا آبر الحياة الدنيا فإن الفحيم هي المهوى وأما من خاف مقام رفته ولمن نفس عن الهوى فإن الجنة هي المهوى يسهلونك عساة أيها لم يرساها في من تغين ذكرها يا ربك من تهاها إنما أنتم من ذر يخشاها كأن اليوم يعولها لم يلبدوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أنت أهل أحنا وما يجريك لعله يزكى أو يتكى وثدى معه الذكرى أما ما يستونى فأند له تصدى وما عليك أن لا يزكى وأما من كانت يسعى وهو يخشى فأند عنه تلفى كلا إنها تذكرى فمن شاء ذكرى في صلوة مكرمة فقوعة مظهرة في أين سفرة كرام بورة قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطبة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماده فأقفره ثم إذا شاء من شره حلا أما يقضي ما أمره فاليوضي الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعربا وقبا وزيدنا ونغلا وحزار قرنبا وفابهة وأبا فتاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاق يوم يفره البرك من نخيه وأمه وأبيه وصاحبته ومنيه لكل منهم يومئذ شق يؤنيه ويوض يومئذ مصفرة ضاحقة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها قبرة نرهبها قدرة أولئك أقول كثرة البجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس طورت وإذا النموم انكترت وإذا الجبال سنيرت وإذا العجار عطلت وإذا المحوش عشرت وإذا البحار سنيرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموغولة سفرت بأددا من قتلت وإذا الصعف نشرت وإذا السماء تشطت وإذا الكثير زرحت وإذا الجنة أسرفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقزم بالكنس الجوارد النس والليل إذا عسعس والصبر إذا تنفس إنه لفول وسوء جريم في قوة عند ذي العرش نفين وقاينة المأمين وما صاحبكم بنجنون ولقد رآه بالهبق القبين وما هو على الغيب بطيين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إنه إلا لكل العالمين لمن شاء منكم أن يستطيع وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفضرت وإذا الكواكب انكثرت وإذا البحار بكرت وإذا الغرور بحفرت علمت نفس ما قتبت وآخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الجريم الذي خلقت هزوا تفعدا في أي صورة ما شاهرت كلا بل تكذبون بالدين وإن عليهم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأمرار لفي نمين وإن الكجار لفي جهين يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائدين وما أدواك ما يوطين ثم ما أدواك ما يوطين يوم يتملك نفس لنفس شمعا والأمر يوم إلي لله بسم الله الرحمن الرحيم ويرل المطفدين الذين هدفتادوا على الناس يستغفون وإذا كانوهم أو زلوهم مخسرون ألا يظلوا مائك أنهم مفروضون ليوم حظيم يوم يقود الناس لرحب العالمين كلا إن كتابا كتار يبي ستين وما أدواك ما ستين كتاب مرضون ويرل يوم إلي المكتبين الذين ينكتبون بيوم الدين وما ينكتب به إلا كل محتجي نبي إلا جدنا علي آياتنا قال أساطير الأولين كلا من قران على قلوبهم ما كانوا يكتبون كلا إنهم عن ربهم يوم إلي المحبوبون ثم إنهم صالوا جثيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكتبون كلا إن كتاب الأدراء في غلمين وما أدواك ما حليون كتاب مرضون يشهده المقربون إن الأدراء في نبي على الزائف ينظرون داعوا في وجودهم بقرة النمين يصحون من رعيضهم مفتوم خيامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجهم من تسليهم عين يشرب إلى المقربون إن الذين أجعوا كانوا من الذين آمنوا يبحثون وإذا مروا بهم يتغعزون وإذا انطلقوا إلى أهلهم طيبهم فجهين وإذا رأواهم قالوا إنها ملا إلى ضراجلون فما أغسروا عليه حافظين اليوم الذين آمنوا من الغفار يبحثون على الغراء ينظرون الزب فالغفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وهبنت لربها وحقت وإذا الأرض ضدت وعلقت ما فيها وتقلت وهبنت لربها وحقت يا أيها الإنزاف إن تكارئ إلى ربك تدهن فبناقي فأما من أوده كتابه بيميره فسوف يحازر حزابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسهورا فأما من أوده كتابه وراء ظهره فسوف يلردهورا ويصلى سغيرا إنه كان في أهله مسهورا إنه ظن أن لن يحور فلا إن ربهم كان فيه بصيرا فلا أمسر بالشفق والليل وما وسق والقمي إذا تسق لترجمون طلق عن طلق فما لهم لا يكبرون وإذا قرأ عليهم المرآن لا يسلون الله أكبر فالذين كثروا مكتبون والله أعلم بما يقولون فنشئهم بعذابين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مجروا يمنون بسم الله الرحمن الرحيم والسباعدات البرود واليوم المعود وشاهد ومشهود قد لأصحاب المهدود النائلات الوطود إذ هم عليها قرود وهم على ما يفعلون في المخلين شهود وما لقروا منهم إلا أن يؤبروا بالله العزيز الحميد العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شهر شهيد إن الذين فتلوا المخلين والمخلات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آبوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجريم تحيي الأنهار فالت الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إن نسوه يدد وعيد وهو الغفور الولود كل عرش المجيد فعالوا لما يحيد هل أتاك حديث الجمود يبعون وتمود فإن لن جبروا بي نكيم والله من وراء المحيط أنه قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك والطارق أنني متاخل إن كل نفس لما عليها حافظ كاليوظر إن سال من خلق خلق بما من دافق يقل من بير الصل والترائم إنه على رجله لقادر يوم كلا السرائر فما له من قوة ولا ناطر فما له من قوة ولا ناصر ما السماء هذا الرجع والأرض هذا الصدع إنه لقول قصص وما هو في الهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهر الكافرين أنه هو عيدا بسم الله الرحمن الرحيم سبي اسم ربك الأعلى الذي خلقه سوى والذي قدرك هدا والذي أطرق المرعى فجعله غتاء أحوى سنقررك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجفر وما يقفى ونجسرك اليسرى فذكر إن بعد الضترى سيتفتر من يرشى ويتجنب والأشقى الذي يطل النار الكبرى ثم لا يقود فيها ولا يحيا قد أسمح من تزكى ومن وسن ربه تصلى بل تغذرون الحياة الدنيا والآخرة غير وألقى إن هذا لفي الصعب هو لا صعب إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم الأدات عديد الغاشية وجود يومئذ غاشية عاملة ناصمة يصلى نارا حامية تسطى من عين آلية ليس له طعام إلا من ضر ميع لا يسمر ولا يغني من جوع وجود يومئذ ناغية نسأها راضية في الجنة ماية لا تسبع فيها ناغية فيها عين جارية فيها سر مغفوعة وأكواب مغفوعة ويبارد مصر وفدو وثواب يومبهودة أفلا ينظروا إلى الهدر كيف خلطت وإلى السماء كيف رقعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سبحت فذكرهم ما أنت مكتر لاستعين بمخيط إلا من تولى وكبر فيعثبه الله العذاب الأكبر إن إلى النائع بهم ثم إن علينا إسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليار العشر والشفع والوض والليل إذا يزد أن في نارك قسم لذي إج ألمك وكيف فعل ربك العاد يوم ذات العماد التي لم يخلق مثلما في البلاد فتبود الذين جاءوا الصفر في الواد وزمعون في الأوداد الذين طاروا في البلاد تهثروا فيها الفساد فصف عليه ربك سوى عذاب إن ربك لف المرصاد فأما الإنسان إذا مرداد ربه فأترده ونعبه فيقول ربي أكرم وأما إذا مرداده فقد رعي ربه فيقول ربي أمان كلا بل لا تكرمون اليتين ولا تحارقون على طعام المسكين وتأكلون الدراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا نكت الأرض دكا دكا وجاء ربك ولا تصفا صفا وفي يومئذ بكهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن ماله تفرا يقول لا ليتني قدمت لحياتي فيومئين لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وداقه أحد يا أيها النفس المطمئنة يرجع إلى ربك راضية مرضية فدخلي في ربادي ودخلي الجنة بسم الله الرحمن الرحيم لا أرسل بهذا البلد وأن تعلم بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خمضل إنسان في الجبل أيحسب أن يغذر عليه أحد يقول أهلك ما لنبجى أيحسب أن لم يغذر أحد ألو نجعل له عينيه ورسالا وشفتيه وهديناه النجحين فلقد حم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إضعام في يوم ذي مصغبة يتيما نام قربة أو إسكينا نام قربة هم كان من الذين آمنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا بالمرحلة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم النار المقصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقبر إذا تلاها والنماء إذا جناها والليل إذا يقشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفسه وما زواها فألهمها بنورها وتقواها قد أفلم من زجاها وقد خاب من نساها كدبت تمور بطرهاها إذن بعد أشقاها فقال لهم رسول الله لأقد الله وسقياها كدبوا فعقرها فدم لم عليهم ربهم بذنبهم فزوارا ولا يقرق عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يرشا والنماء إذا تجنا وما خلقت فدر والملدى إن سبيكم لشدا فأما من أحطى واتقى فصدق بالحسنا فسننسره لنصرى وأما من أسر واستغنا وكذب بالحسنا فسننسره لنصرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإننا للآخرة والزولى فأنذر جملا ونفضى لا يصلها إلا الأشقى الذي تدب وتولى وسنجمدها الأكفى الذي يؤدي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نحمة تجزى إن البغاء وجن ربه الأعلى ولسه فيرضى بسم الله الرحمن الرحيم والطحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يحطيك ربك ففضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تغهر وأما السامل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحده بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أغضى ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العزر يسرا من مع العزر يسرا فإذا فرغت من صبر إلى ربك فرغ بسم الله الرحمن الرحيم والدين والزيدون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رد بناه أسفل سابلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر ويرمنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم إقرأ باسم ربك الذي خلقه خيق الإنسان من علقه إقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطوى أرهاه استغنا إن إلى ربك رجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا ألم ينفهل نستعاد الناصية ناصية من كاذبة خاطئة فليدع نادية سندعو السبالية كلا لا تطعه واسجد وقتعب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنسل الملائفة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفاجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكون الذين كبروا من أهل الكتاب والمشركين مبكين حتى تبتيهم البينة رسول من الله يتلو صفا مطهرة فيها كتب طيمة وما تبرق الذين قدوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا لنعبد الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء ويقيم الصلاة ويقوم الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كبروا من أهل الكتاب والمشركين في نارك أنما خالدين فيها أولئك هم شروا البرية إن الذين آمنوا وعملوا صالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات وعلى التدري من تحلها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا تنزلت الأرض ذلسالها وأخذت الأرض أفقالها وقال للنسان مانها يوم إذن تحدث أخبارها لأن ربك أوحالها يوم إذن يصدروا الناس أشتاة ليروا أعمالهم ليروا أعمالهم فمن يعمل مفقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مفقال ذرة شرى يرى بسم الله الرحمن الرحيم فالعافيات قدحا فالأولئات قدحا فالمغيرات صبحا تأذون به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لرده لقنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إلى بعد رمات القبول وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يوم دل لفبيت بسم الله الرحمن الرحيم القالعة ما القالعة وما أداك ما القالعة يوم يكون الناس كالفراش المهدود وتكون الجفال كالعهم المنفوش أما من تقلت نوازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت نوازينه فأمه هاوية وما أداك ما هي نار فانية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترهن الجحيم لترهن الجحيم ثم لترهنها عين اليقين ثم لتسألن يوم بذن عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصير من الإنسان لفي خسير إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصال بسم الله الرحمن الرحيم وإذن لكل همزة اليومزة الذي جمع ماله وعدد يحسب أن ماله أخلد كلا ليومدن في العظمة وما دواك ما العظمة نار الله الموقدة التي تطلع على المذهب إنها عليهم صدد في عمد ممدنة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل جيدهم في تطليل وأوصل عليهم طير النبابين قومهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصر منكول بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف ترعيش إلافهم رحلة الشتاء والصائف فليعبنا رب هذا الميت الذي أقعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم رائد الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو الهديم ولا يحب على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاةهم ساهون الذين هم يرارون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها القادرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يرطلون في دين الله أفواجا فسبح لحمد ربك واستغفره إنه قال توابا بسم الله الرحمن الرحيم ثبت يبا أبي لهبه وتف ما أغنى عنه ماله وما كسب سأصلى نارا تلاب وامرأته حمالة الحطب في دينها حبل من مساد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له هو أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفا هادف العقد ومن شر حاسد إذا أساند بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الإمة والناس قل أعوذ برب الفلقى قل أعوذ برب الفلقى قل أعوذ برب الفلقى قل أعوذ برب الفلقى